الوجه الاول يبدأ حالمي وهذا هو الشريط الحادي عشر من كتاب السيرة النبوية احكام وعبر في قصة سرية نخلى واحد لقد ديمت الاية التي نزلت في التعليق على ما حدث في السرية ان الذي فعله المشركون بالمسلمين من صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام واخراج المسلمين من بردهم وسلب اموالهم وفتنتهم عن دينهم بيانت الاوت ان كل هذا اكبر عند الله مما فعله المسلمون القتال في الشهر الحرام فاذا كان المشركون يرتكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق المسلمين فلا تثريب على المسلمين من قتالهم في الشهر الحرام وانما التثريب ان يقاتل في الشهر الحرام من يرتكب هذه الجرائم وفي هذا التعليق بيان لسياسة الاسلام في تقدير القيم الدينية والخلقية وسموعه بالمعاني الروحية والإنسانية وعدم إغفاله للبواعة النبيلة التي دعت رجال السرية للقتال في الشهر الحرام دون الوقوف عند الظواهر والرسول وملتزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو مهروثة بينت الأية أن بعض الناس يرفع القوانين إلى السماء عندما تكون في مصلحته فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بما ينتقصها هدم القوانين عد ساتير جميعا ثلاثة وبيانت الآية أن لا هوادة مع المشركين المعتدين مما كان له أثره البعيد لدى المسلمين وعادائهم أربعا إن استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب الوسائل السرية دل على مشوعية الأخذ بالأسباب ودل على سبق الإسلام في استخدام هذا الأسلوب الذي لم يعرفه الغرب إلا في الحرب العالمية الثالية خمسة لقد كانت سرية نخلة أول عملية توغل قريبا من مكة مركز العدو ولذا فهي عملية فدائية قامت على الطواعية إذ لم يكره عبد الله أحدا من الأفراد السرية على المضيء في الخطة المرسومة في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم السرية تسعة تحويل القبلة قال الجنهور إنه في المصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة أمر الله عز وجل بتحويل القبلة من المسجد الأعصى أي من بيت المقدس إلى المسجد الحرام بعد أن صلى إلى بيت المقدس بالمدينة المسلمون ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصرف قبلته نحو الكعبة قبلة إبراهيم وكان يكثر الدعاء والتدرع فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب ودهك في السماء فلن ونهي أنك قبلة من ترضاها فولي ودهك شطر المسجد الحرام الآية فكان أول صلاة صلىها إلى المسجد الحرام صلاة العصر وبلغ الخبر أهل قباء في اليوم التالي وهم يصلون الصبح فتحولوا إلى المسجد الحرام عشر ثريدة صيام رمضان قال التبري في حوادث السنة الثانية الهجرية وفي هذه السنة فرض صيام شهر رمضان وقد قيل إنه فرض في شعبان منها وثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه مع عشورة فصامه وأمر بصيامه فلما نزل الأمر بصيام شهر رمضان كان رمضان الفريضة وخير النز في صيام عشورة الفصل الخامس قوزة بدر الكبرى عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش ندب المسلمين إليه وقال لهم هذه أور قريش فيها أموالهم فخرجوا إليها لعل الله ينفل كموها وفي رواية عن أبي أيوب الأنصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة إني أخبرت عن أيري أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه الأير لعل الله يغنناها قلنا نعم فخرج وخرجنا معه ولم يستنفر رسول صلى الله عليه وسلم كل الناس بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره حاضرا ولم يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من علو المدينة ولذا لم يعاتب أحدا تخلف عنها وكان عدده ما بين ثلاثمائة وثلاثة عشر وثلاثمائة وسبعة عشر رجل منه ما بين الاثنين والثمانين والستة والثمانين من المهاجرين وحوالي واحد وستين من الأوس وحوالي سبعين عمئة من الخزرج معهم فرسان وسبعون بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد وكان أبو لبابة وعلي ابن أبي طالب زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما جاء دوره في المشي قال له نحن نمشي عنك فقال لهما ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم وفي الطريق عندما بلغوا الروحاء رد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا لبابة وأمره على المدينة وسبق ذلك أن جعل عبد الله بن أمي مكتول على الصلاة وأصبح مكانه في زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير مرثد بن أبي مرثد ولذلك فلا خلاف بين رواية ابن إسحاق ورواية أحمد وعندما علم أبو سفيان بالخطر المحدق بقافلته أرسل ضمضم بن عمر الغفاري إلى مكة يستنجد بقريش وجاء ضمضم مسرعا إلى مكة وعندما دخلها وقف على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو وصيح يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث وخرجت قريش المسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها ولتلتقي بالمسلمين في حرب تراها قاضية على قوة المسلمين التي ظلت تهدد تجارتهم ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب فإنه أرسل مكانه العصب نهيشان مقابل ديم كان عليه مقداره أربعة آلاف درهم ولم يتخلف من بطون قريش سوى بني عدي وبلغ عددهم في بداية مسيرهم نحو ألف وثلاثمائة محارب معهم مئة فرس وستمائة در وجمال كثيرة بقيادة أبي جهل وعندما خشوا أن تغدر بهم بني بكر لعداوتها معهم كادوا أن يرجوا عما أرادوا فتبدى لهم إبليس في صورة سراقها ابن مالك المددجي سيد بني كنانة وقال لهم أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه فخرجوا من ديارهم كما حكى عنهم القرآن بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم ابن عم بخبر أبي سفيان بثلاث اليوم فقالت رأيت رجلا أقبل على بعير الله فوقف بالأبطح فقال انفروا يا آل بدر لمصارعكم في ثلاث فذكرت المنم وفيه ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقول التهوي حتى ترددت فما بقيت دار ولا بنيه إلا ودخل فيها بعضها وفي القصة إنكار العباس على أبي جهل قوله حتى حدثت فيكم هذه النبية وأراد العباس أن يشاتمه واشتغال أبي جهل عنه بمجيء ضمضم يستنفر قريشا لصد المسلمين عن قيرهم فتجهزوا وخردوا إلى بدر فصدق الله رؤي عماتك قد كان أبو سفيان متيقظا للخطر المتكرر من جانب المسلمين ولذا عندما اقترب من بدر لقي مجدي بن عمر وسأله عن جيش الرسول صلى الله عليه وسلم فأفاده مجدي بأنه رأى راكبين أناخا إلى تن ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففتة فعرف منه أنه من علاء في المدينة فأسرع تاركا الطريق الرئيس الذي يمر على وساب بدر واتجه إلى طريق الساحل الغرباء ونجى من الخطر ثم أرسل رسالة أخرى إلى جيش قريش وهم بالجحفة يخبرهم فيها بنجاته ويطلب منهم الرجوع إلى مكة وهم جيش مكة بالرجوع ولكن أبا جهل رفض ذلك قائلا والله لا نرجع حتى نارد بدرا فنقيم بها ثلاثة فننحر الجذور ونطعم الطعام ونسق الخمج وتعزف لنا القيام وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهبوننا أبدا فانضوا فأطاعه القوم ما عدى الأخنس ابن شريق حيث رجع بقومه بني زهر وطالب ابن أبي طالب لأن قريشا في حوارها معه اتهمت بني هاشم بأن هواهم مع محمد صلى الله عليه وسلم وصاروا حتى نزلوا قريبا من بدر ورأى كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود ودي بدر وبلغ خبر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه وخشي فريق منهم مواجهة في وقت لم يتوقعوا فيه حربا كبيرة ولم يستعدوا لها بكامل عدتهم وعاتادهم فجادلوا رسول صلى الله عليه وسلم ليقنعوه بوجهة نظرهم وفيهم نزل قول الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وتكلم قادة المهاجرين وأياد الرأي القائلة بالسير لملاقات العدو منهم أبو بكر وعمر والنقداد بن عمر ومما قاله النقداد يا رسول الله ننزل ما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما المقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجاردنا معك من دونه حتى تبلغه وفي رواية قال ولا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتل ولكننا مقاتل عين منك وعن شمارك وبين أديك وخلفك وسر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وبعد سماعه كلام قادة المهدين قال أشيره علي أيها الناس وكان بذلك يريد أن يسمع رأي قادة الأنصار لأنهم غالبية ذنبه ولأن مصوص باعة العقبة الكبرى لم تكن في ظاهرها مجزمة لهم بخماية الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المدينة وأدرك سعد بن معاذ حامل لواء الأنصار مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فنهد قائلا والله لك أنك تريدنا يا رسول الله قال عجل قال فقد آمنا بك وصبقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السماء والطاعة فانضي يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أني الآن أنظر إلى مصابع القوم وفي الطريق وعند بحرة الوبرة أدركه رجل من المشركين قد كان يذكر منه جرأة ونجدة أراد أن يحارب معه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فلل أستعين بمشرك ثم عرض له مرة ثانية بالشجرة ومرة ثالثة بالبيداء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما قاله أول مرة وأخيرا أقر بالإسلام فقبله الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما وصل قريبا من السفراء بعث بسبس ابن الجهني وعبي ابن أبي الزغباء الجهني إلى بد يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان وعيري وعوى أنه خرج هو وأبو بكر لهذا الغرض ولقي شيخا فسأله عن جيش قريش فاشترط عليهما أن يخبره ممن هما فوافقا وطلبا منه أن يخبرهما هو أولا فأخبرهما لأنه قد بلغه أن محمد أصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن صدق الذي أخبره فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المسلمين وإن صدق الذي أخبره بجيش قريش فهم اليوم بمكان كذا للمكان الذي به جيش قريش ولما فرغ من كلامه قال ممن أنتما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء ثم انصرفا عنه وتركاه يقول من ماء أمن ماء العراق وفي مساء ذلك اليوم أرسل عليا والزبيرا سعدا بن أبي وقاص في نفر من أصحابه لجمع المعلومات عن العدو فوجدوا على ماء بدر غلامين يستقيان من جيش مكة فآتوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأخذوا في استجوابهما فأفادا أنهما سقاط جيش قريش فلم يصدقوهما وكرهوا هذا الجواب ظن منهم أنهما لأبي سفيان إذ لا يزال الأمل يحدوهم في الحصول على العير وضربوهما حتى قولا إنهما لأبي سفيان وعندما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته عاتب أصحابه لأنهم يضربونهما إذا صدق ويتركونهما إذا كذبا ثم سألهم رسول صلى الله عليه وسلم عن مكان الجيش المكي فقالا هم رأى هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى وعندما سألهما عن عدد جيش مكة وعدته لم يستطيع تحديد ذلك ولكنهما حدد عدد الجزور التي تنحر يوميا بأنها ما بين التسعة والعشرة فاستنتج الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم بين التسعمائة والألف وذكروا له من بالجيش من أشراف مكة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها وأشار إلى أماكن مصارع جماعة من زعناء قريش فما ماط أحدهم عن موضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى في هذه الليلة مطرا طهر به المؤمنين وثبت به الأرض تحت أقدامهم وجعله وبالا شديدا على المشركين وفي هذا قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ومن نعمه على المسلمين يوم بدر أيضا أن غشيهم النعاس أمنة منه كما في صدر آية نعمة إنزال المطر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء الآية ورؤيا في ذلك عن إمام أحمد بسنده إلى أنس بن مالك أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصرفنا ومبدر فكنت في من غشيه النعاس يومئذ فجعل سيف يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه وزاد الله المؤمنين فضلا بأن أوقع الخلافة في صفوف عدوهم فقد روى أحمد أن عتبة بن ربيع أخذ يثني قومه عن الكتال محذرا من مغبته لأنه علم أن المسلمين سوف يستميتون فاتهمه أبو جهن بالخوف وروا البزار أن عتبة قال لقومه يوم ذاك إن الأقارب سوف تقتل بعضهم بعض مما يولث في القلب مرارة لم تزول فاتهمه أبو جهن بالخوف وليريه شجاعته ذعى أخاه وابنه وخرج بينهما داعيا إلى المضارزة وكان رسول صلى الله عليه وسلم قد رأى عتبة على جمل أحمر فقال إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوه وشاء الله أن يعصوه وضع رأيه وسط إثارة أبي جهن الثارات القديمة سبق الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين إلى ماء بدر ليحول بينهم وبين الماء وهنا أبدى الحباب بن المنذر رأيه قائلا يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال الحباب يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فنهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم أي قريش فننزله ونغور أي نخرب ما وراءه من القلب الآباء ثم نبني عليه حوضا فنملأه ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي وفعل ما أشار به الحباب بن المنذر رضي الله عنه وعندما استقروا في المكان قال سعد بن معاذ مقترحة يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولو ظن أنك تلقى حربا ما تخلف عنك يمنعك الله بهم مناصحونك ويجاهدون معك فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الاقتراح ويفهم من المصوص الواردة في شأن القتال ببدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في القتال ولم يمضي كل وقته داخل هذا العريش أو في الدعاء كما فهم بعض الكتاب السيرة فقد رأى الإمام أحمد عن عليهم قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا وفي موضوع آخر بالسند نفسه لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه وهو مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه وقال ابن كثير وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه وكذلك أبو بكر الصديق كما كان في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع ثم نزلا فحرضا وحثا على القتال وقاتلا بالأبدان جمعا بين المقامين الشريفين وبعد أن اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كل الوسائل المادية الممكنة للنصر في حدوث الطاقة البشرية بات ليلته تلك تضرع إلى الله تعالى أن ينصره ومن دعائه كما جاء في رواية عند مسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبت في الأرض وتقول الرواية فما زال يهتف بربه حتى سقط ردائه عن منكبه فأتاه أبو بكر فأخذ ردائه فألقاه على منكبه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم لألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة ومما رواه البخاري من دعائه في ذلك اليوم اللهم إني أمشهدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم وتقول الرواية فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله الححت على ربك وهو ياسب في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر ورأى ابن أبي حاتب بإسناده إلى عكرمة أنه قال لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر أي جمع يهزم أي جمع يغلب قال عمر فلما كان يوم مدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياسب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت تأويلها يومئذ وفي صباح يوم الجمعة السابع عشر من غمضان السنة الثانية من الهجرة وعندما ترى الجمع دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قائلا اللهم هذه قريش قد أقبلت بخولائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحمه ملغداه وعندما وقف المسلمون في صفوف القتال أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في تعديل صفوفهم وفي يده قدح فطعن به سواد بن غزية في بطنه لأنه كان متنصلا من الصف وقال له استوي يا سواد فقال سواد يا رسول الله أوجعتني فأقبني فكشف عن بطنه وقال استقد فاعتنقه سواد وقبر بطنه فقال ما حبرك على هذا يا سواد فقال يا رسول الله قد حبر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدك جلدي فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ثم أخذ في توجيههم في أمر الحرب قائلا إذا أكتبوكم فارميهم واستبقون لكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم وحردهم على القتال قائلا والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مجبر إلا أدخله الله من جنة وفي رواية عند مسلم أنه عندما دمى المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم قلّنُّوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعندما سمع ذلك عمير بن الحمان الأنصاري قال يا رسول الله أجنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حيت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل وقال عوف بن حارث بن عفراء يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده قال غمسه يده في العدو الحاسرة فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقعت له حتى قتل وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه قبل بدء المعركة أن لا يقتلوا نفر من بني هاشم وغيرهم لأنهم خردوا المكرهين وسنى منهم أبا البختري ابن هشام الذي كان ممن سعى لنقض صحيفة المقاطعة ولم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ابن عبد المطالب وعندما سمع أبو حذيفة ذلك قال أَنَقْتُلُ آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَعَشِرَتَنَا وَنَتْرُكُ الْعَبَّاسِ والله لئن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر يا أبي حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق فكان أبو حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة فقُتِل يوم اليمان ذي شهيدا وقبل اقتباء القتال خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي فقال وعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه وتصدى له حمزة وضربه ضربه أطارت قدمه بنصف ساقه ثم حذى إلى الحوض مدرجا بدمائه ليبرى قسمه وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض المبارزة بعد هذا خرج ثلاثة من فرسان القريش يطلبون المبارزة وهم عطبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عطبة فخرج لهم ثلاثة من شباب الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة فلم يقبل فرسان القريش بغير بني أعمامهم من المهاجرين فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث وحمزة وعليا أن يبارزهم وكان حمزة لأطبة وعبيدة للوليد وعلي لشيبة وقتل علي حمزة صاحبيهما وأعانى عبيدة على قتل الوليد واحتملا عبيدة الذي أثخنه الوليد بالجراح وفي هؤلاء الستة نزل قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم سياب من نار يصب من فوق غؤوسهم الحميم ثم طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من علي أن يناوله كفا من حصة فناوله ذلك فرمى به وجه القوم فما بقي أحد من القوم إن لم تلأت عينه من الحصبة فنزلت الآية الكريمة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الملائكة تشهد بدراء ونزل المسلمون ساحة المعركة بقوة إيمانية كبيرة وشدوا على المشركين وأخذوا فقت طاف رؤوسهم وأمدهم الله بالملائكة لينصرهم على عدوهم كما في قوله تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَمْنُتُمْ أَذِلَّةٍ الآيات و إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين و إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الآية وكما روي من الأحاديث في هذا الشأن فقد روى مسلم في هذا بينما رجل من المسلمين ومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقض حيزون فنظر إلى المشرك أمامه فخرى مستلقية فنظر إليه فإذا هو قد خطم عنفه وشق وجهه كضربة الصوت فضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة وروا أحمد أن رجلا من الأنصاري قصير القامة جاء بالعباس يسيرا فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهه على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم وروا الأمويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم خفق خفخة في العريش ثم انتبه فقال أبشر أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل معتجر بإمانه آخذ بإمان فرسه يقوده على ثنواه النقع أتاك نصر الله وعدته ورؤية أحاديث في مشاركة الملائكة المسلمين يوم بدر ولم تصرح بالقتال فقد رأى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه وعدات الحرب وقال في رواية أخرى جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة وهو الحاكم أنه كانت على الزبير يوم بدر أمامه صفراء معتجر بها فنزلت الملائكة عليهم أمام صفر لقد أكرم الله وعباده المؤمنين يوم بدر ببعض الكرامات فقد رؤي أن عكاشة ابن محسن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده فعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب ليقاتل به فإذا هو في يده سيفا طويلا شديدا متن أبيض الحديدة فقاتل به يوم ذاك وفي المعارك الأخرى التي شهدها بعد ذلك وآخرها يوم اليمامة الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في نتائج يوم بدر لقد أكرم الله وعباده المؤمنين يوم بدر ببعض الكرامات فقد رؤي أن عكاشة ابن محسن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده فعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب ليقاتل به فإذا هو في يده سيف طويل شديد المثن أبيض الحديدة فقاتل به يوم ذاك وفي المعارك الأخرى التي شهدها بعد ذلك وآخرها يوم اليمامة أحد أيام خرود الردة حين قتل شهيدا وعندما رأى إبليس وكان في صورة صراقة ابن مانك ما تفعل الملائكة والمؤمنون بالمشركين فر ناكسا على عقبيه حتى ألقى بنفسه في البحر مصر عطغاء أبي جهل وأمية ابن خلف والعاص بن المغيرة ألف أبو جهل روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال إني لفي الصف يا مبدر إذ التفت فإذا عينيني وعن يساري فتياني حديث السن فكأني لم آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا عمي آرني أبا جهل فقلت يا ابن أخي فما تصنع به قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك قال وغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت ألا ترين هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه قال فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتلاه فقال كل واحد منهما أنا قتلته قال هل مسحتما سيفيكما فقال لا فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما قتلاه وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ ابن عمر ابن الجموح والرجلان معاذ ابن عمر ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء وروا ابن إسحاق من حديث معاذ ابن الجموح أنه قال سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه قال فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه وضربني ابنه أكرمه على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهدني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي فلما آذتني وداعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ ابن عفراء فضربه حتى ثبته فتركه وبيه رمق وقاتل معوذ حتى قتل وأبو خريو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما انجلت المعركة من ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد قال أنت أبو جهل قال فأخذ بلحيته قال وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه وفي رواية أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب مع ابن مسعود يرى جسد أبي جهل وقال كان هذا فرعون هذه الأمة وفي رواية ابن إسحاق أن أبو جهل قال لابن مسعود عندما جثى عليه لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روية يا الغنم باء أمية بن خلف تمكن عبد الرحمن بن عوف من أسر أمية وعندما رآه بلال معه قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا وحاول عبد الرحمن أن يثنيه عن عزمه فلم يستطع بل استنفر بوال للأنصار فلاحقوا به معه وقتلوه على الرغم من أن ابن عوف ألقى عليه نفسه وأمية بارك وعندما طرح قتل المشركين في القليب لم يطرح معهم لأنه انتفخ في درعه فملأها وعندما ذهبوا ليحركوه تفرقت أعضاؤه فتركوه في مكانه وألقوا عليه ما غيبه من الحجارة والتراب جين العاص بن هشان بن المغيرة كان العاص بن هشان بن المغيرة خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولذا حرص عمر على قتله فقتله حتى يعلم أن ليس في قلبه ولاء إلا لله وحده لقد انجلت معركة بدر عن نصر كبير للمسلمين يقتلوا سبعين من المشركين وأسروا سبعين ولم يقتل من المسلمين سوى أربعة عشر رجلا ستة من قريش وثمانية من الأنصار لقد كان جزاء الله عادلا في هؤلاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار عنوان دفن قتل المشركين في القليل روى البخاري ومسلم وأحمد وابن إسحاق وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صماديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث لوال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركية فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وعندما ألقوا في القليب وفيهم أطبة بن ربيعة نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير لونه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء فقال لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مسرعه ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا وبعد نهاية المعركة وانتصار المسلمين وأخذ الأسرة قيل لرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالعير ليس دونها شيء فناداه العباس أن ذلك لا يصلح له قال ولما؟ قال لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك الغنائم وقع خلاف بين المسلمين حول الغنائم لأن حكمها لم يكن قد شريع يوم ذاك وقد حكى عبادة بن الصامت ما حدث قائلا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرات فالتقى الناس فهزن الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون وأكبت طائفة على المعسكر يحوله ويجمعونه وأحدقت طائفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه ذرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمع الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في نتائج يوم بدر لقد أكرم الله عباده المؤمنين يوم بدر ببعض الكرامات فقد رأي أن عكاشة بن نحصن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده فعطاه رسول صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب ليقاتل به فإذا هو في يده سيف طويل شديد المثل أبيض الحديدة فقاتل به يوم ذاك وفي المعارك الأخرى التي شهدها بعد ذلك وأخرها يوم اليمامة أحد أيام خرود الهدة حين قتل شهيدا وعندما رأى إبليس وكان في صورة صراقة ابن مالك ما تفعل الملائكة والمؤمنون بالمشركين فر ناكسا على عقبيه حتى ألقى بنفسه في البحر مصرع الطغاة أبي جهل وأمية ابن خلف والعاص بن المغيرة ألف أبو جهل روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عينيني وعن يساري فتياني حديث السن فكأني لم آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا عمي أرني أبا جهل فقلت يا ابن أخي فما تصنع به قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك قال وغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت ألا ترين هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه قال فابتدراه بسيفيهما فضرداه حتى قتله ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا فنحن نفينا عنها العدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا يصيب العدو منه غره واشتغلنا به فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين أي بالتساوي ومما يدل على أن الغنائم قد خمست ووزعت على المشركين فيها ما رواه البخاري بل ووزعت على المشاركين فيها ما رواه البخاري وعن علي أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ وقد أسهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرات لأعمال كلفوا بها في المدينة أو لأعذار مباحة منهم عثمان بن عثان لأنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المدينة وأخذت الأسرى إلى المدينة وقد أرسل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ليزف البشرى إلى أهل المدينة وقد تلقوا النبأ بسرور بالغ مشوب بالحذر من أن لا يكون مؤكدا قال أسامة بن زيد فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارة ودهشت ثودة رضي الله عنها عندما رأت سهيلة بن عمر ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل فقالت أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا مدتم كراما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الله وعلى رسوله أي تؤلبين فقالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت الأسرى استشار رسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمر الأسرى فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم بحجة أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفار وعسى الله أن يهديهم للإسلام ورأى عمر قتلهم لأنهم أئمة الكفر ومال رسول صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر فنزل القرآن موافق لرأي عمر وهو قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم إلى قوله تعالى فكلوا مما غننتم حلالا طيبا وكان أخذ الفداء حلالا في أول الإسلام ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن ما عدى الأطفال والنساء إذ لا يدوز قتلهم ما داموا غير محاربين قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من نم بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها وقد تبين فداء الأسرى فمن كان ذا مال أخذ فداؤه أربعة آلاف درهم وممن أخذ منه أربعة آلاف درهم أبو وداعة وأخذ من العباس مئة أوقية ومن عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقية دفعها عنه العباس وأخذ من الآخرين أربعين أوقية فقط واطلق الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة عمر بن أبي سفيان مقابل أن يطلقوا صراحة ساعد بن النعمان ابن أكال الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمج ومن لم يكن لديه المقدرة على الفداء وكانوا يعرفون الكتابة جعل فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة فقد روا أحمد عن ابن عباس قال كان ناس من الأسرى ومبدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة فجاء غلام يوما يبكي إلى أبيه فقال ما شأنك قال ضربني معلمي قال الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا وكانوا يقبلون من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر المفرور فقد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرادة لها لتفدي زوجها أبا العاص ابن الربيع فردوها لها وأطلقوا لها أسيرها لمكانتها عند والدها محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا كان ابن الربيع ممن أطلق بدون فداء وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لم يقدر على الفداء بأي شكل من الأشكال منهم المطالب ابن حنطب المخزومي وصيفي ابن أبي رفاعه وأبو عزة الشاعر ومما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق صراحهم جميعا بدون فداء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم ابن عادي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم لهم وذلك لما قام به من حماية لرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من هفته إلى الطائف ودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة وعندما استأذن رجال من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في ترك فداء العباس قال والله لا تذرون منه درهما وذلك على الرغم من أن العباس الذكر أنه كان مسلما وأنه خرج مستكرها وفي طريق العودة إلى المدينة قتل النضر بن الحارث بمنطقة الصفراء قتله علي وقتل عقبة بن أبي معيط بمنطقة عرق الضبيا قتله عاصم بن ثابت وقال قتله علي وذلك لعداوتهم الشديدة للرسول صلى الله عليه وسلم وتلك نهاية الجبروت والشجاعة الزائفة وعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعمر حين طالب بقتله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم ولما قال عبد من عبيد حاطب يا رسول الله لا يدخلن حاطب من نار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية وكان لبدر الأثر العميق في المدينة وبقية حواضر وبواد الجزيرة العربية فقد استعال المؤمنون في المدينة على اليهود وبقايا المشركين فانخذل اليهود وجاهروا بالعداوة مما كان سببا في إجلاء بني قيمقى عن المدينة كما سيأتي وأسلم من زالت الغشاوة عن عينيه ونافق من أضى الله الله حفاظا على مصارحه الخاصة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال حين ذاك هذا أمر قد توجه أي استقر فلا مطمع في إزالته ومن بين من عرف بالنفاق من أحبار اليهود بالمدينة زيد بن اللصيط رافا بن حريملة رفاعة بن زيد بن التابوت سويد بن الحارث سعد بن حنيف معمان بن أوفى بن عمر وأخوها وثمان بن أوفى سلسلة بن يرهام كنانة بن سورية ومن بين من عرفوا بالنفاق من مشرك المدينة إضافة إلى عبد الله بن أبي بن سلول زوي بن الحارث جلاس بن سويد وأخوه الحارث بن سويد نبتل بن الحارث مربع بن قيضي وأخوه أوش بن قيضي حاطب بن أميه بن رافا بشير بن أبيرق أبو طعمة وقد أسلم من أسلم منهم وحسن إسلامه ومات على النفاق من مات منهم وستأتي أخبار كثيرة منهم ومواقفهم من الإسلام من خلال أحداث السيرة أحكام وحكم من غزوة بدر لقد تضمنت أحداث غزوة بدر أحكاما وحكما كثيرة ومن أهمها واحد جواز النكاية بالعدو بقتل رجالهم وأخذ أموالهم وإخافة طرقهم التي يسلكونها لما في ذلك من إضعافهم معنويا واقتصاديا اثنان جواز استخدام الغيول لكشف أحوال العدو وإفشال خطته ثلاثة تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على مدى الشورة لأهل الحل والعقد وعامة المسلمين وقد وردت أدلة على حجية الشورى في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسنة الخلفاء الراشدين فالأدلة من القرآن قول الله تعالى وشاورهم في الأمر والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ومن السنة استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الخروج أو البقاء في المدينة يوم أحد وفي المصالحة بعض الأحزاب يوم الخندق على ثلث ثمار المدينة وغير ذلك كثير مما ستقف عليه في هذا الكتاب وقد قال أبو ري رهد الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أدلة حجيتها من سنة الخلفاء الراشدين قول ابن الخطاب في الشورى عند اختيار الحاكم الإمارة شورى من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه فمن ضاوع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعت له ولا الذي بايع أربعا جواز المبارزة بإذن الأمير وهذا قول عامة أهل العلم خمسة المساوات بين الجندي وقائده في السلم والحرب سوا وقد اتدح ذلك من قصة سواد مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقتاد منه سواد وهو فعل الخلفاء من بعث أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ستة جوازوا فداء الأسرى أو المن عليهم سبعة لا حرج من قتل الأسير قبل أن يصل إلى يدي الإمام كما فعل بلال ومن معه من الأنصار عندما قتلوا أمية بن خلف وهو في أسر عبد الرحمن بن عوف ثمانية وحلت الغنيمة لهذه الأمة وقسمتها على المقاتلين بعد تخميسها تسعا من قتل قتيلا فله سلبه على شرط أن يكون المقتول من المقاتلة وليس ممن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلهم وهم النساء والصبيان والشيوخ الفانون إلى آخره وأن يكون في المقتول منفعه وغير مسخن بالجراح أن يقتله أو يسخنه بجراح تجعله في حكم المقتول وأن يقرر بنفسه في قتله فأما يرمه بسهم من صف المسلمين فقتله فلا سلب له عشرة دلت وقاعة قضية الأسرة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد والذين ذهبوا إلى هذا وهم جمهور علماء الأصول استدلوا على ذلك بمسألة أسرع بدر وإذا صح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد صح منه بناء على ذلك أن يخطئ في الاجتهاد ويصيب غير أن الخطأ لا يستمر بل لابد من أن تنزل آيات من القرآن تصحح له اجتهادة فإذا لم تنزل آية فهو دليل على صحة اجتهاده صلى الله عليه وسلم حادي عشر الأصل أن يبذل المسلمون كافة جهودهم في الإعداد للمعركة وفي مجابهة العدو قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ومع ذلك فإن الله يؤيد ذنده بخوارق لتؤينهم على النصر إذا كانوا أهلا له كما حصل بإمداد الملائكة في بدر وبأن رشع أن نعاس عيون المؤمنين من قبل الله سبحانه وتعالى وأنزل سبحانه عليهم المطر ثاني عشر نبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة وهي أن لا وجعلوا حب المال يسيطر عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أساس النظرة الدينية وحدها مهما كانت الحال والظروف ولذا علج الله تجربة رؤية الغنائم مع الحاجة والفق واختلافهم فيها ومسألة الأسرى بوسائل تربوية دخيقة كما في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم و ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى بلغ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ثالث عشر إن أهل بدر مغفور لهم يوم القيامة أما أحكام الدنيا فإنها تؤخذ منهم وواقبون عليها إن أتوها كما وقع لقدامة ابن مضعون عندما حد في الخمر رابع عشر إن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة أن يقيم في العرصة في مكانها ثلاثة أيام خامس عشر السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجئهم كما حدث لشهداء بدر وأحد ولا يصلى عليهم كما ثبت بالنسبة لشهداء أحد ولم يذكر أنه صلى على شهداء بدر سادس عشر لقد تجلت في بدر بطولات إيمانية كثيرة على سبيل المثال ما روي من أن أبا عميدة عامر ابن الجراح قتل والده الجراح يوم بدر فقد جعل والد أبي عبيدة يتصدى لابنه أبي عبيدة يوم ذاك فيحيد عنه لابنه فلما أكثر قصده فقتله فنزلت الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يويدون من حاد الله ورسوله وراء ابن إسحاق من حديث أبي عزيز بن عمير قال مرابي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني فقال شد وديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفتيه منك وزاد ابن هشام على هذه الرواية فقال فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر وهو الذي أسره ما قال قال له أبو عزيز يا أخي هذه وساطك بي فقال له المصعب إنه أخي دونك الفصل السادس النشاط العسكري والأحداث ما بين بدر وأحد المبحث الأول سرية قتل عصماء بنت مروان كانت أسماء بنت مروان ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتعيب الإسلام وتحرد على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت في ذلك شعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك ألا آخذ لي من ابنة مروان فسمع ذلك عمير بن عدين الخطمي من قوم زوجها فجاءها في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها وحولها نفر من ولدها منهم من تردعه في صدرها فجسها بيده لأنه كان أعمى ونح الصبي عنها ثم قتلها ثم صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقتلت ابنة مروان قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصرت لها رسوله يا عمير فقال عمير هل علي في ذلك شيء فقال لا ينتطح فيها عن زان فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وسمىه رسول الله صلى الله عليه وسلم عميرا البصير وكان ذلك في الخامس والعشرين من رمضان على رأس تسعة عشر شهرا من الهجرة بعد عودته من بدر مباشرة وأسلم يومئذ بجال من بني خطمة لما رأى من عز الإسلام وجهر بإسلامه من كان يستخفي به المبحث الثاني غزوة بني سليم بالكدر لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من بدر لم يقم بها إلا سبع ليالي حتى غزى بنفسه يريد بني سليم وذلك في شوال من العام الثاني للهجرة فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه ثلاث ليالي ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى حربا المبحث الثاني مؤامرة لارتيال الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر عمير بن واهب وصفوان بن عمية مصابهم في بدر فأصر عمير بن واهب إلى صفوان بأنه لو لا دين عليه وعيال يخشى عليهم الضيعة لركب إلى محمد حتى يقتله فاغتنم صفوان الفرصة فالتزم له بقضاء دينه وضم عياله إلى عياله إنه قتل محمدا وعصابه شر واستكتمه الخبر وعندما جاء المدينة رآه عمر فتوجس منه خيفة فاقتاده إلى رسول صلى الله عليه وسلم ودار بينهما حوار جاء فيه أن رسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يصدقه القول في سبب مجيئه فذكر أنه جاء ليفتدي ابنه وهبأ وعندما أصر على الكذب كشف له الرسول صلى الله عليه وسلم عما دار بينه وبين صفوان وهما بمكة وهو بالمدينة فتعجب عمر من هذا وكان ذلك سببا في إسلامه فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يفقهه في الدين ويطلق له أسيرة وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يعود إلى مكة ليدعو إلى الإسلام بالحماسة نفسها التي كان يدعو بها إلى الكفر فأسلم على يديه خلق كثير المبحث الرابع سرية ساني بن عمير لقتل أبي عفك لقد نجم نفاق أبي عفك أحد بني عمر بن عوف حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارف بن سويد بن صامت وقال في ذلك شعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي بهذا الخبيث فخرج ساني بن عمير فقتله وكان ذلك في شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة انتهى شريط الحادي عشر من كتاب السيرة النبوية وله بقية على الشريط الثاني عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثاني عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية المبحث الخامس غزوة بني القيمقع ألف تاريخ الغزوة ذكر معظم أهل المغازي والسير أنها وقعت بعد بدر ورجح ذلك ابن حضر مستردا إلى رواية ابن عباس في سنن أبي داود وحكم عليها بالحسن وقوض برواية عبادة ابن الوليد في مغازي ابن إسحاق وقد حدد الزهري أنها كانت في شوال من السنة الثانية الهجرية ويضيف الواقلي وابن سعد أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال دا أسبابها تذكر كتب السيرة سببين لهذه الغزوة الأول أن يهود بني قيمقع أظهر الغدب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر وأظهر ذلك في موقفهم من رسول صلى الله عليه وسلم عندما جمعهم في سوقهم بعد بدر وقال لهم يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثلنا أصاب قريشا فقالوا يا محمد لا يعرنك من نفسك أنك قتلت نفرا في قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس قبحهم الله وأنك لم تلقى مثلنا فأنزل الله قل للذين كفروا ستغلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون وأخرى كافرة يرونهم نثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبه تل أولي الأمصار والسبب الثاني هو أن أحدهم عقد طرف ثوب امرأة المسلمة في سوق بني قيمقاع فلما قامت انكشفت فصوحت مستنجدة فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي وتوافب عليه اليهود فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمين ووقع الشر بينهم وبين بني قيمقاع وإذا قبلنا تحسين ابن حجر لرواية ابن إسحاق في السبب الأول فهذا لا يعني أن سبب إجلائهم يعود إلى رفضهم الدخول في الإسلام لأن الإسلام في هذه المرحلة كان يقبل التعايش السلمية معهم وإن نصوص صحيفة المدينة تؤكد إعطاء اليهود حريتهم الدينية في المدينة وإنما يعود سبب الإجلاء إلى ما أظهروه من روح عدائية ضد المسلمين انتهت إلى الإخلال بالأمن داخل المدينة ومن ذلك قصة المرأة المسلمة معهم جين الحصار والإجلاء إن خبر إجلاء بني قيمقاع ثابت في الصحيحين وأما تفاصيل الحصار فقد أورده ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وتابعهم المؤرخون في ذلك وقد ورد في تفاصيل خبر حصارهم أنهم كانوا صاغة وحلفاء عبد الله بن أبي بن سلول وكانوا أشجع اليهود فلما أظهروا العداوة والبغضاء خشي الرسول صلى الله عليه وسلم خيانته فنبذ إليهم على سواء كما أمره الله عز وجل في مثل هذه الحالات إذ يقول الله وإن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائلين وحصرهم خمس عشرة ليلة وعندما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لهم أموالهم وأن لهم النساء والذرية فأمر بهم فكتفوا ثم كلمه فيهم حليفهم ابن سلول وألح في ذلك قائلا أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع منعون من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة أن يجلوا عن المدينة وتغلى أمر ذلك عبادة بن الصامت فلاحقوا بأذر عهد وتغلى قبض أموالهم محمد بن مسلمة فقسمت بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حلفهم عندما حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه وفي ابن سلول نزل قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارُهَا أَوْلِيَاءُ بعضهم أولياء بعض دال أحكام وعبر واحد دلت هذه الحادثة أي حادثة بن قيمقاع على حقد وعداوة اليهود واتخاذ ما يستطيعون من وسائل للغدر بالمسلمين وإيمانهم إثنان هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبد الله بن أبي بن سلول عن اليهود بالكيفية التي علمنا ودوره في كثير من أحداث الفتن والتخذيل والترويج للإشاعات المغرضة في صفوف المسلمين دليل قاطع على نفاقه ومع ذلك عامله الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه مسلم وهذا يدل كما أجمع العلماء على أن المنافق إنما يعامل في الدنيا من قبل المسلمين على أنه مسلم ويتعلى الله أمر باطنه يوم القيامة ومن الأدلة على ذلك قول عمر رضي الله عنه إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمنناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء والله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة والحكمة من معاملة الناس للمنافقين بحسب الظاهر أن تظل العدالة بين الناس في مأمن من التلاعب إذ ربما اتخذ بعض الأحكام من حجية الأدلة الوجدانية والاستنتاجية اتخذها بعض الناس وحدها ذريعة إلى الإضرار ببعض الناس بدون وجه حق ثلاثة لا يجوز معالاة غير المسلمين بل يجب البراءة منهم إلا إذا كان المسلمون في حالة ضعف يضطرهم إلى المعالاة وفي ذلك أقول تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه المبحث السادس غزوة السويق في الخامس من دي الحجة على رأس 22 شهرا من الهجرة وصل أبو سفيان إلى أطراف المدينة سراء في مئة الفارس ولجأ إلى بني النظير ثم قام بمهاجمة ناحية العريض ويادي بالمدينة في طرف حرة واقم فقاتل رجلين وأحرق نخلا وفر إلى مكة وعندما علم المسلمون بهذا العمل الاستفزازي الانتقامي نفروا في أثره حتى وصلوا قرقرة الكذر فلم يلحقوا بهم وقد رأوا أزوادا للقوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء فقال المسلمون حين رجع بهم رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة فقال نعم وسنيت بغزوة السويق لأن غالب الأزواد التي طرحوها كانت من السويق المبحث السابع غزوة قرقرة الكذر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مئتين من أصحابه في منتصف المحرم على رأس ثلاثة وعشرين شهرا من الهجرة عندما بلغه أن جمعا من بني سليم غطفان وبعض القبائل الأخرى تجمعت بقرقرة الكذر وهو ماء لبني سليم للتحرك ضد المسلمين وعندما وصلهم فروا من وجهه وتركوا أنعامهم غنيمة باردة للمسلمين وكان مع الأنعام غلام يسمى يسار فجعله المسلمون في سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقى المبحث الثامن سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي ينتسب كعب إلى بني نبهان وهم عشيرة من طيب وكان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحار خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مئتين من أصحابه في منتصف المحرم على رأس ثلاثة وعشرين شهرا من الهجرة عندما بلغه أن جمعا من بني سليم غطفان وبعض القبائل الأخرى تجمعت بقرقرة الكذر وهو ماء لبني سليم للتحرك ضد المسلمين وعندما وصلهم فروا من وجهه وتركوا أنعامهم غنيمة باردة للمسلمين وكان مع الأنعام غلام يسمى يسار فجعله المسلمون في سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقى المبحث الثامن سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي ينتسب كعب إلى بني نبهان وهم عشيرة من طيب وكان أبوه قد أصار دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بن المدير وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعب بن الأشرف كان كعب شاعر وقد غاضه انتصار المسلمين ببدر فسافر إلى مكة ليواسي المشركين في قتلهم ويحرضهم على أخذ الثأر ويهجو الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما سأله أبو سفيان قائلا مناشلك الله أديننا أحب إلى الله أم دين محمد أصحابه وأيما أهدى إلى ربك وأقرب إلى الحق قال كعب أنتم أهدى منهم سبيلا فأنزل الله على رسوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وعندما عاد إلى المدينة أخر يقرد الشعر متشببا من نساء المسلمين فأهدى رسول صلى الله عليه وسلم دمه وتصدى لمهمة إنزال الإقاب الراجع به محمد بن مسلمة وأبو نائلة أخو كعب من الرضاع وأعضى ابن مسلمة خطة محكمة لذلك فاستأذن رسول صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه موطمئن اليهودي أن يبدي تبرله بمحمد صلى الله عليه وسلم وعندما جاءه طلب منه أن يقرده تمرا ليدفعه للرسول صلى الله عليه وسلم وابديا تذمره منه لما يكلفهم به فطلب كعب الرهينة من النساء أو الأبناء فاعتذر ابن مسلمة لما يجر عليهم ذلك من عار واقترح عليه أن يرهن عنده بدل هذا سلاحا فرد يكعب فجاءه ابن مسلمة ليلى ومعه أبو نائلة يلكان ابن سلامة ابن وقش وعباد ابن بش والحارث ابن بش وأبو عبس ابن جبر من الأوس فنادوه فنزل إليهم على الرغم من تحذير رأته له من مغبة ذلك ومشى معهم فاحتالوا لقتله لقتله المتظاهرين بشم عطر شعر فاستمكانوا منه ثم قتلوا حتى إن أحدهم أصيب بسيوف أصحابه وعندما احتجت اليهود على هذا الفعل بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما صدر من كعب من أفعال وعندما فزعت يهود وبقايا مشركين مما حدث وخافوا على أنفسهم دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كتابة معاهدة بينهم فكاتب صحيفة عامة كما تذكر رواية أبي داود والراجح أن كتابة هذه الصحيفة جاء تأكيدا لما في المعاهدة التي كتبت قبل بدر بين المسلمين واليهود والمشعورة بصحيفة المدينة وكان مقتله بعد بدر وقبل غزوة بن النظير وحدده الواقدي بالسنة الثالثة لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهر من الهجرة عيضات وعبر واحد إن في قتل ابن الأشرف دليلا على مشروعية الاحتيال على من وجب قتله لغدره وخيانته اثنان جواز الكذب على الأعداء وخضاعهم لأن الحرب خدعا ثلاثا إن في قتل الغادر الخائن تخويفا لمن وراءه حتى لا يسلك مسلكه غيره ممن هم علشاء على شاكلته المبحث التاسع غزوة ذي أمر ولو الرسول صلى الله عليه وسلم أن غطفان قد تجمعت في ذي أمر من نجد فسار إليهم وعندما علموا بذلك فروا أمامه وذكر الواقدي وابن سعد أن المجتمعين على ماء ذي أمر هم من غطفان من دني ثعلبة ابن المحارب وكان عادا جيش المسلمين 450 رجلا وكان وعندما وقف بالسيف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يننعك من اليوم قال وصول الله صلى الله عليه وسلم الله ودفعه ج distinct عنه حتى وقع السيف من يده فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف على رأسه قائلا من يننعك من اليوم قال لا أحد فأسلم وعاد وحكى لقومه ما حدث وأخذ ودعوهم إلى الإسلام ونزل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم المبحث العاشر غزوة بحران أو الفرع من بحران خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة من الصحابة يريد قريشا كما ذكر ابن إسحاق ويريد بني سليم كما ذكر الواقدي ووصل إلى بحران من ناحية الفرع على الطريق التجارية بين مكة وشن ولم ينشب كتاب بين الفريقين وكما ذلك في جماد الأولى على رأس سبعة وعشرين شهرا من الهجرة كما ذكر الواقدي وتلميذه ابن سعد المبحث الحاضي عشر سريعة القرد خاف القريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان ففكروا في أن يسلكوا طريق العراق فخرج أبو سفيان في جمع من تجار مكة ومعهم فضة كثيرة وكانت أعظم تجارتهم أو أعظم تجارتهم واستأجابوا رجلا من بني بكر بن وائل يدعى فرات ابن حيان ليدلهم على الطريق وعندما عالم الرسول صلى الله عليه وسلم بخبرهم أرسل في أثرهم زيد بن حارثة فلقيهم على ماء بنجد يسمى القردة فأصاب تلك العير وما عليها وأعجزه دجال وكان ذلك بعد ستة شهور من غزوة بدر الكبرى الأول من جماد الآخرة على رأس سبعة وعشرين شهرا من الحجرة وذكر ابن سعد أن هذه السرية كان بها مئة رجل وأن الفضة كانت وزن ثلاثين ألف درهم وقيمتها مئة ألف درهم وعندما فشلت خطة قريش في الخروج من الحصار الاقتصادي الذي ضربه عليها المسلمون رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في أقردارهم لعلها تفك هذا الحصار الاقتصادي وتعيد الأمن إلى تجارتها وتعيد سمعتها التي انحطت بهزيمتها في بدر فكانت غزوة أحد الفصل السابع غزوة أحد تاريخ الغزوة اتفق كتاب السيرة على أنها كانت في شوال من السنة الثالثة الهجرية واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه وأشهر الأقوال إنه السبت للنصف من شوال أسبابها لقد كان السبب المباشر لها كما أجمع على ذلك أهل السير هو أن قريشا أرادت أن تنتقم لقتلها في بد وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بين العرب بعد هزيمتها في بد أما من بين الأسباب الأخرى الهامة التي يمكن استنتاجها من مجرية الأحداث فهي أن قريشا تريد أن تضع حدا لتهديد المسلمين طرق تجارتهم إلى الشم والقضاء على المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم عدة المشركين خصصت قريش القافلة أبي سفيان التي نجت من المسلمين وأرباحها لتجهيز جيشهم لفزوة أحد وجمع الثلاثة آلاف مقاتل من قريش ومن أطعها من كنانة وأهل تهامة ومعهم مئة فرس وسبعمائة دهر وجعلت على الميمنة خاليد بن الوليد وعلى الميسرة أكرمة ابن أبي جهل وخرجت معهم مدموعات من النساء لإثارة حماسهم وخوفهم من العار إذا فروا وذكر ابن إسحاق أنهن كن ثمانية وقال الواقدي إنهن كن أربع عشرة وقد سمواهن وقال ابن سعد إنهن كن خمس عشرة امرأة وأوري الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه ما سيحدث في أحد وذكره لأصحابه قائلا رأيت في رؤياي أني هزست سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هزسته أخرى فعادك أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وفي رواية الأخرى ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة وفسر رسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بأن هزيمة وقتل سيقعان في أصحابه عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بمجيء جيش مكة لحرب المسلمين شاور أصحابه بين أن يبقوا داخل المدينة أو أن يخرجوا لملاقات العدو خارجها فقال جماعة من الأنصار يا نبي الله إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية فبالإسلام أحق أن نمتنع منه فابرز إلى القوم فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته فتلاوم القوم فقالوا عارض نبي الله صلى الله عليه وسلم بأمر وعارضتم بغيره فاذهب يا حمزة فقل للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا لأمرك تبع أو أمرنا لأمرك تبع فأتى حمزة فقال يا نبي الله إن القوم قد تلاوموا فقالوا أمرنا لأمرك تبع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أيضا عها حتى ينهجز إنما ذكره ابن إسحاق وغيره من أن عبد الله ابن هبي كان موافقا لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء داخل المدينة فقد روى الطبريني عن السدي خلاف ذلك وهو آثر سناده صحيح ورجاله ثقات ولكنه مرسل وفيه من يهم ويكثر الخطأ ولذلك رجح الباكري روايات ابن إسحاق لصحتها ولإدماء أهل السير على ذلك وأن حجة ابن سلول في الرجوع لعن أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطعه ومما ذكره أهل السير أن من دوافع الراغبين في الخروج يظهر الشجاعة أمام الأعداء ورغبة في المشاركة في الجهاد لما فاتهم من فضل الاشتراك في بدر أما دوافع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على رأيه في البقاء داخل المدينة فهو الاستفادة من حصون المدينة وطاقات كل المواطنين مما ورجح فرصة دحر المهاجمين وبعد أن حسم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخروج رفعت راية سوداء وثلاثة ألوية لواء للمهاجرين حمله مصعب بن عرير وحمله بعد استشهاده علي بن أبي طالب ولواء للأوس حمله سود بن حدير ولواء للخزرج حمله الحباب بن منذر وبلغ عدد من صار تحتها ألفا من المسلمين ومن ظاهرهم وكان معهم فرسان ومئة دارا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرتدي درعين وعندما تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى أحد ثمية الوداع رأى كتيبة خشناء فقال من هؤلاء قالوا هذا عبد الله بن وضي بن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود من أهل قلمقاع وهم رهد عبد الله بن سلم قال وقد أسلموا قالوا لا يا رسول الله قال قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين عن المشركين وإذا صح هذا الخبر يكون جلاء قيمقاع بعد أحد وعندما وصل جيش المسلمين الشوط سحب المنافق بن سلول بثلاثمائة من المنافقين بحجة أنه لذقع قتال مع المشركين ومعترضا على قرار القتال خارج المدينة قائلا أطاع الولدان ومن لا رأي له أطاعهم وعصاني على منقتل أنفسنا ورأت فرقة من الصحابة قتال هؤلاء المنافقين ورأت الفرقة الأخرى عدم ذلك فنزلت الآية الكريمة فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أركسهم أي بددهم واتبعوا بعض الله بن عمر بن حرام عند انسحابهم وأخذ يقول لهم أذكركم الله أن تخضروا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنها لا نرى أن يكون قتال فلما استعصوا عليه قال أبعدكم الله أعداء الله فسأغن الله عنكم نبيه وقد أشر القرآن إلى هذا الحوار في قوله تعالى وما عصابكم يوم الكق الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذي منافقوا وقيل لهم تعالى وقاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلموا الكتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وكادت بن سلمة من الخزرج وبنوا حارثة من الأوس أن تنخذل مع المنافقين لولا أن الله ثبتهم مع المؤمنين وفيهم قال الله عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم في معسكره بالشيخين جماعة من الفتيان لصغر أسنانهم إذ كانوا في سن الرابعة عشرة أو دون هالك منهم عبد الله بن عمر وزيد بن أخو ثابت وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس وأبو سعيد الخدري وقد ثبت أن ابن عمر كان منهم وأجاز منهم رافع بن خديج لما قيل له إنه رام وصامره بن ظندب بأنه احتج بأنه أقوى من رافع ويسرعه وفي تلك الليلة قام ذكوان ابن عبد القيس بحراسة الجيش ويقال دعم يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق وعندما تحرك الجيش في صباح السبت لملاقات العدو مروا بحائط مربع بن قيضي وكان أعمى البصر منافقة فأخذ يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر وقد شجه سعد بن زيد قبل هذا النهي وفي الطريق إلى ميدان المعركة طلب عمر من أخيه زيد أن يأخذ درعة فقال له زيد إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد فتركاره جميعا وعندما وصل جيش المسلمين إلى جبل أحد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ظهورهم إلى الجبل ووجوههم إلى المدينة وانتقى خمسين من الرناه تحت إمرة عبد الله بن جبي ووضعهم فوق تل عينين المقابل جبل أحد خشية أي طوعق المشركون المسلمين وأصدر أوامره إليهم قائلة إن رأيتمين تخطفنا الطيب فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وبذلك سيطر المسلمين على مرتفعات وتركوا الوادي لجيش مكة ليواجه أحد وظهره إلى المدينة وعند التحام الجيشين نادى أبو عامر عبد عمر بن صوفي قومه من الأوس لينضموا معه للحرب في صفوف المشركين ولكنهم أغلظوا له في الرد قائلين له فلا أنعم الله بك عينا يا الفاسق ولم يملك أن قال لقد أصاب قومي بعدي شر وأخذ في قتالهم من الحجارة وبدأ القتال بمبارزة بين علي وتلحة بن عثمان حامل لواء المشركين فقتل عبد طلحة ثم التحم الجيشان واشتد القتال واستبسل المسلمون حتى تمكنوا من دحر المشركين إلى معسكرهم وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في زيادة رفع روحهم المعنوية بأن أخذ سيفا وقال من يأخذ مني هذا فبسط أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال من يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة أنا أخذه بحقه فأخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمت أمت فقد استماتوا تحت هذا الشعار وسجل التاريخ استماتة حمزة وبسالته في القتال فقد تصدع في المبارزة لسباء بن عبد العزة فقتله ولغيره من عتاة المشركين أمثال عثمان بن أبي طلحة أبي الشيبة أحد حملة بواء المشركين المدرك وكان رحشي المولى دبير بن مطل قد اشترط عليه مولاه أن يعتقه إن هو قتل حمزة فأرى لعمه طعيمة ابن عدي الذي قتله حمزة يوم بدر فكاننا لحمزة تحت صخرة فلما دنا منه رناه بحربته فقتله غدرا وقاتل مصعد بن عمير حتى استشهد وأخذ الراية بعده علي وصدق المسلمون في القتال فأوقعوا في المشركين القتل وقتلوا أصحاب اللواء حتى تركه المشركون وما يدنوا منه أحد منهم وامتصوا عليهم في هذه الجولة الأولى من القتال وفي ذلك يقول القرآن الكريم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه وعندما انهزم المشركون بنسائهم وقد بدت سوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن قال أصحاب ابن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة أظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله بن جبير أنا سيت ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لنأتي أما الناس فلنسيبن من الغنيمة ثم هرئوا إلى جمع الغنائم وكانت هذه الفرصة المعاتية لابن الوليد ليلتف حول المسلمين فيراه المشركون فيعود إلى ميدان القتال مرة أخرى محيطين بالمسلمين وارتبك المسلمون إلى الحد الذي لم يقدر أن يميز بعضهم المسلم من الكافرين وفي هذه اللحظات قتل المسلمين اليمان والد حذيفة وابنه حذيفة يصرخ فيهم أي عباد الله أبي ثم قال لهم عندما قتلوه يغفر الله لكم واستشهد من المسلمين خلق كثير وغاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعينهم وشاع أنه قد قتل وفرج جمع من المسلمين من الميدان وجلس بعضهم دون قتال وتصد آخرون من المشركين وحردوا المؤمنين على القتال حتى نالوا الشهادة ومن هؤلاء أنا صدم النظر الذي كان تشوق لتعويد ما فاته من فضل بدر فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودة الجنة ورب النظر إني أجد ريخها من دون الأحد الوجه الثاني يبدأ حرم نتابع القراءة في أحداث غزوة أحد وفرج جمع من المسلمين من الميدان وجلس بعضهم دون قتال وتصد آخرون من المشركين وحردوا المؤمنين على القتال حتى نالوا الشهادة ومن هؤلاء أنا صدم النظر الذي كان تشوق لتعويد ما فاته من فضل بدر فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودة الجنة ورب النظر إني أجد ريخها من دون أحد وعندما انجلت الغمة وجد في جسده المسلمون بضعا وثمامين من بين ضربة ورمية وطعنة ولم يعرفه أحد إلا اخته الربيع عرفته ببناني وقد أرسل رسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بعد المعركة ليتفقده فوجده به رمق فرد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال أجدني أجد ريخ الجنة وقل لقومي من الأنصار لا أعذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفرا يضرف ودمعت عيناه ونزلت فيه وفي أنثاره من المجاهدين الصادقين الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدينا وكان الفارون لا يلون على شيء على الرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالثبات معه وفي ذلك نزل قول الله تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم وقد عفى الله عن الذين فروا قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشوطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم وذكر ابن الجوزي أن أحد سبي فرارهم هو سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول من علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بعد الانتكاسة وكعب بن مالك فنادى مبشرا بذلك فأسكته الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتبه المشتكون له وتمكن بعض المشتكين من الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أفرد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا ولهم جنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم الواحد تلو الآخر للدفاع عنه حتى استشهد الأنصار السبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا وممن قاتل دون الرسول صلى الله عليه وسلم قتالا عظيما سجله التاريخ طلوحة بن عبي حتى شلت يده التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم وسعد ابن أبي وقاف الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يناوله السهام ويقول له يا سعد ارمي في ذاك أبي وأمي ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه لأحد إلا لسعد ابن مالك ابن أبي وقاف كما قال علي رجل الله عنه وكما قال هو عن نفسه وأبن طلحة الأنصاري أنهر دواره والذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر به أحد بجعبته نبي يقول له انفرها لأبي طلحة وعندما يشرف النبي صلى الله عليه وسلم على القوم يقول له أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصبك سهم من سهم القوم نحري دون نحرك وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم معجبا به لا صوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة وأبو دجانة الذي كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم بظهره حتى كثر النبلو فيه وهو منحن عليه وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت طرفها فأخذها قتابة ابن النعمان فكانت عنده وأصيب يومئذ عين قتابا حتى وقاط على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما وفي هذه الظروف العصيبة طذت أم عمارة نصيبة بنت كعب المازمين أن تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جرحها ابن قمئة درحا أجوف له غير على عاتقها وقاوم الرسول صلى الله عليه وسلم مقاومة شديدة فأصيب إصابات كثيرة فكسرت رضائيته وشد في وجهه وسال ذنه فجعل يمسحه ويقول كيف يفلح قوم خطب وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طمع في إسلامهم رب اغفر لقومي فإنهم لا معلمون وفي رواية عند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كسرت ربائيته يومئذ ودرخ وجهه وكسرت البيضة على رأسه وقال صلى الله عليه وسلم عندما فعل به المشركون ذلك اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيه يشير إلى ربائيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وفي رواية اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة ابنته تغسل دماءه وعلي يسكل الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كفرة أخذت قطعة من حصول وأحرقتها وألسقتها فاستمسك الدم وقد ظهرت بطولات إيمانية كثيرة في هذه الغضوة ومن ذلك قال ردل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت فأيمانا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى من الشهادة وقال عبد الله بن جحش قبل المعركة إني أقسم أن نلقى العدو فإذا لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقر بطني ثم يمثلو بيه فإذا لقيتك سألتني فيما هذا فأقول فيك وعندما لقي العدو وفعل به ما فعل وجدوه بالحالة التي وصفها وشهد عمر بن الجموح القتال مع أبنائه الأرباح على الرغم من محاولتهم إثناء عن الخروج بحجة أن الله يعظوه لشدة عرجه وطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعوه ما دام راغما في الشهادة ومما قاله للرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت اليوم أأطل بعرجتي هذه الجنة قال نعم قال فوالذي بهثك بالحق لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله ثم قتل حتى نال ما أراد من الشهادة وعلى الرغم من أن الله قد عذر الشيوخ الدعفاء إلا أن اليومان وثابت ابن رقش أبي البقاء مع ذرية في الحصون فلحق بالميدان طلبا للشهادة وقد استشهد ثابت على يد الكفار وقتل المسلمون اليومان خطأا ووذاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ابنه حذيفة تصدق بديه أبيه مما زاده عند الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا وكان حضرة ابن أبي عامر عروسا مهلة أحد فعندما سمع النداء عجل بالخروج ولم يرتسل وقالت لحتى استشهد وعندما رأه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم لا تغسله الملائكة ولذا أعرف بعد ذلك بغسيل الملائكة أو الغسيل وقالت للمخيريق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل وكان مثالا قدوة حسنة لليهود الذين أسلموا وحين خرج إلى المعركة قال إن أصبت فما لي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما يشاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود وكان أصير بنه عبد الأشهل عمر بن أقيش كاره للإسلام حتى كان يوم أحد أسلم ولاحق للمسلمين في أحد فقاتل حتى نال الشهادة وما صلى لله صلاة واحدة وإن كان قد فات حسان بن ثابت رضي الله عنه شرف الجهاد بالسيف في هذه الغزوة وغيرها إلا أنه لم يفته شرف الكلمة القوية في تخليد ذكرى بطولات المسلمين في هذه الغزوة وغيرها لقد كان حسان من أصحاب الأعذار فقد ذكر الكلبي أن الدبن لم يكن من عادة حسان بل كان شجاعا لسمة فأصابته علة منعته من شهود القتال وأوضح الواقدي هذه العلة وهي أن أكحلة كان قد قطع فلم يكن استطيع الضرب بيد وهذا يفسرنا روايات التي وردت في تخلفه عن القتال مثل رواية الطبراني التي فيها أنه كان مع ذرية في حسن فارع يوم أحد فجاء يهودي وأخذ يطل على الحسن فطلبت صفية بنت عبد المطلد من حسان أن يقوم إليه فأقتله ماذا كافيا ولو كان لكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قال ورحم حسان من ملك فقتلته صفية وطلبت من حسان أن يرمي برأسه إلى اليهود أسفل الحسن فاعتذر ألضا فرمته إليهم فتفرقوا لأنهم ظنوا أن بالحسن رجال المحاربين وذكر البلاذري واليعقبي كذلك أن القصة كانت يوم أحد والذي ذكره ابن إسحاق وغيره أنها كانت يوم الخندق لم تأتي قصة حسان مع صفية بطريق يحتج بها ومما يجعلنا نقبل رواوة الواقدي والكلبي على ما بهما من علم أننا نعلم أن حسان كان يهاجي الشعراء في الجاهلية والإسلام ولم يرميه أحد منهم بجبن أحد منهم بجبن ولو كان مثل حديث الطبراني صحيح لكان مما يذكر في الشعر ويظن به كما ذنب هو غير واحد وهجاه بالفرار من القتال والجبن إضافة إلى أن عدم شهود حسان القتال كان لكبر سنه كما ذكر محقق سيرة ابن هشام وزاد ابن عبد البر ما قيل في تفسير تخلف حسان عن المواقع فقال والغوجية بذلك ابنه عبد الرحمن فإنه كان كثيرا ما يهاجي الشعراء العرب مثل النجاشي وغيون وممن قاتل يوم أحد وليس بنية الجهاد في سبيل الله ولكن بنية خناية الأحساب فكان من أهل النار قزمان الذي قتل أحده ثمانية أو سبعة من المشركين وكان رسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له يقول إنه لمن أهل النار ولما كان يوم أحد قتل نفسه عندما أثخمته الجراح وكان هذا من جلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودليل على أن المية في الجهاد هي الأساس لقد رافقت بعض المسوة جيش المسلمين ليثقين العطشة ذكر منهن أم عمارة وحمة بنت جحش الأسدية وأم سليط وأم سليم وعائشة أم المؤمنين وروا مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وغز بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزى فيسقين الماء ويداوينا الزرحة وقد أنصر الله تعالى جبريل وميكائيل ليقاتل دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الله قد وعد المؤمنين إنهم صبروا واتقوا وأتوا الأعداء من فورهم فساودهم بالملائكة ولما لم يحصل ذلك منهم فلم يتحقق الوعات وفي هذا يقول تعالى إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة من نزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدركم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وأنزل الله تعالى المعاس على طائفة المؤمنين الذين اغتموا بما وقع لرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانهم يوم بدر ثماموا وسيرا ثم أفاقوا وقد قذف الله في قلوبهم الطمأنينة التي أعادت لهم بعض نشاطهم ليواصلوا الدفاع عن نبيهم وكان أبو طلحة الأنصاري فيما امتغشاه المعاس يوم أحد حتى سقط سيفه من يده مرارا فيأخذه وفي ذلك نزل قول الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم أما طائفة المنافقين سواء التي انسحبت مع ابن سلول أو فلولهم التي صارت مع المؤمنين فقد قال الله عنهم في الآية نفسها وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهما لا يبدون رك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هنا لقد حاول المشركون ذهب طاقتهم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله عصبه منهم فقد رؤي أن أبيان ابن خنف كان ذاعد الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بأنه سأقتله يوم ما فأقول الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله فلما كان يوم أحد لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وهو يقول أي محمد لا نجوت إن نجوت لا نجوت إن نجوت فقال قدر رسول الله أي عطف عليه رجل منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما دنى تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في علقه طعنة مال منها على فرسه مرارا ورجع إلى قريش وبه خجش غير كبير فاحتقن الدن فقال قتلني والله محمد وطمأنه قومه بأن ليس به بأس فقال لهم ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم بمكة ثم قال فوالله لو بصق علي لقتلني فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة وهذا من علامات ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعندما صند المسلمون واستماتوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاشل المشتكون في محاولات الاختراق إليه وعايتهم المجالدة ولم يملك أبو سفيان إلا أن يتوعد المسلمون بحرب أخرى في العام القادم فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد ثبت أن أبا سفيان أشرف على المسلمين وقال أفل قوم محمد فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبه فقال أفل قوم ابن أبي قحافة قال لا تجيبه قال أفل قوم ابن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك أمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يفسنك قال أبو سفيان قال له بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال مبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولانا لكم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجبون مثله لم أمر بها ولم تسؤني وفي رواية عند أحمد وابن إسحاق قال عمر لا سواك قتلانا في الجنة وقتلكم في النار وعندما انصرف المشركون مكتفين بما نالوه من المسلمين بعث رفول الله صلى الله عليه وسلم معني ابن أبي طالب وقال له أخرج آثار القوم فانظر ماذا يصنعون ومن يريدون فإن كانوا قد جنبوا الخيل وانططوا الإبل فإنهم يريدون مكة ويركب الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة والذي نفسي بيده لأن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأبناجزنهم وفعل علي ما أمر به فوجدهم قد جنبوا الخيل وانططوا الإبل ووجهوا إلى مكة وانجلت المعركة عن سبعين شهيدا من المسلمين وثمين وعشرين قتيل من المشركين وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة فوضده ببطن الوادي قد ضقر بطنه عن كبيره ومثل به فجدع ألفه وأذنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما به لولا أنت حزن صفية ويكون سنة من بعد لتركته حتى يكون في بطون السبع وحواصل الطير ولئن أضغني الله على القريش في المواطن والمواطن لأمثلني بثلاثين عجلا منهم فلما رأى المسلمون حزن رسوله صلى الله عليه وسلم وعيضه على من فعل بعمه ما فعل قالوا والله لئن أضفر من الله بهم يوما من الدهر لنمثلن به النصر لم نمثلها أحد من العرب ونزل قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر ونهر عن المثل وعن قصة التمثيل بثة الحمزة رضي الله عنه فقد روى موسى بن أطبة أن مرشيا بقر عن كبد الحمزة وحملها إلى هند بنت أطبة فلعكتها فلم تستطع أن تستغيسها أن تستسيغها وروا ابن إسحاق أن هند هي التي بقرت عن كبد حمزة وزاد أن هند انتخلت من آذان رجال وأنفهم خدما أي خلاخه وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها وحشية وروا الواقدي أن وحشيا حمل كبده إلى مكة ليراه سيده جبير بن مطعم وذكر الشامي أن الواقدي والمقرزي في الإمتاع رواي أن وحشيه انشق بطن حمزة وأخرج كبده وجاء بها إلى هند فمضغطها ثم نفضتها ثم جاءت معه إلى حيث جثة حمزة فقطعت من كبده وجدعت أنفه وقطعت أذنيه ثم جعلت نسكتين ومعضدين وخدمتين حتى قدمت بذلك مكة ولعل رواية الواقدي والمقرزي التي أشار إليه الشامي تفيد الجمع بين روايتي بن عقبة وابن إسحاق وتوافقه من في المضمون أما التمثيل بجثة حمزة فقثبت بطرق صحيحة كم ذكرنا مما يدل على أن قصة بقر كبد حمزة التي ذكرها بعض أهل الممازين السياح لها أصول وسجلت لبعض النساء المسلمات مواقف إيمانية رائعة في تقبلهن مصابهن في أهلهن وفرحهن بحيث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أمثلة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه بامرأة من بني ديني وقد أصيب زوجها صرح الواقدي باسمها وهي السميراء بنت قيس وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد فلما نوعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه فأشير إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل أي صغيرا وعندما أقبرت صفية أخت حمزة اتنظر إليه طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ابنه الزبير أن يرجعها حتى لا ترى ما بأخيها بالمثلة فقالت ولم وقد بلغني أن قد مثل بأخيه ذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك لا أحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله وعندما أخبر زبير النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أمره بأن يخلي سبيلها فأتته فنظرت إليه فصلت عليه وانسترجعت واستغفرت له ثم أمر به فدفن وقد روى البخاري وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثاب واحد ثم أقول أيهم أكثر أخضر للقرآن فإذا أشير لأحد قدمه في الأحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصب عليهم ولم يرسلوا ودفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد وأمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا حيث سرعوا فأعيد من أخذ ليدفن داخل المدينة وبعد الدفن صفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأثنى على ربه ثم دع الله أن يعطيهم نعيم الدنيا والآخرة وأن يقتل الكفرة المكذبين وكان يتمنى أن يمضي شهيدا مع أصحابه الذين استشهدوا يوم أحد وقد أثنى عليهم عندما سمع عاليا يقول لفاطمة هاك السيف فإنها قد شفتني فقال له لئن كنت أجدت الضربة بسيفك لقد أجاد سهل بن حنيث وأبو دجانا وعاصم بن ثابت الأقلح والحارث بن السمة وبشر رسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بما نال الشهداء من عظيم الأجر فقد قال عندما سمع بكاء فاطمة بنت عبد الله بن عمر والد جابر ولم تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع وفي رواية قال عن بكائها تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتمه ونزل في شهداء أحد قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمهتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقد روى مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم سأل ابن مسعود عن هذه الآية فقال أما أنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى ذلك القناديل ولذا قال العلماء إن حياة الشهداء حياة محققة حسب ما جاء في هذا الحديث وعندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد سمع بكاء نساء الأنصار على من قتل من أزواجهم فقال ولكن حمزة لا بواكي له وعندما استيقظ من دومه سمع بكاءهن ومدهن بحمزة ونهى وومئذ عن النوح ونزلت أهية قرآنية كثيرة غير التي ذكرناها سجلت الجوانب المختلفة لهذه الغزوة التي كانت درسا تربويا كبيرا للمسلمين ومنها قوله تعالى واحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اثنان إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ثلاثة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أربعة وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين خمسة ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوها فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ستة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقليه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين سبعة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ثمانية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فتان قلب الخاسرين تسعة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يغدون لقد نزلت حول موضوع هذه المعركة ثمانية وفمسون آية من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول مرحلة من مرحل المعركة أعوذ بالله من الشوطان الرجيم وإذ غضوت من أهلك تبوئ المؤمنين قوائد الكتال وتترك في نهاوتها تعليقا جامعا على نفائج المعركة وحكمتها ما كان الله ليارى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يرتب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أدر عظيم لا أحكام وعفكم وعظات وعبر من غزوة أحد أعقد ابن القيم فصلا فيما اجتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهية ننغلها هنا باختصار لتعميم الفائدة واحد إن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن استعدله وتأغرب للخروج فليس للمجهد أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه اثنان إنه لا يجب على المسلمين إذا طلقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه وليجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلهم فيها إذا كان ذلك لهم على عدوهم هو أنصر كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ثلاثا جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المعنك كما كان حال مربع ابن قيضي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجيشه انتهى الشريط الثاني عشر من كتاب السيرة النبوية وله ذقية على الشريط الثاني عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب السيرة النبوية أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد عقد ابن القيم فصلا فيما اجتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهية ننقلها هنا باختصار لتعميم الفائدة واحد إن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن استعد له وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه اثنان إنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد ثلاثة جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رأيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك كما كان حال مربع ابن قيضي مع رسول صلى الله عليه وسلم وجيشه أربعة إنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا خرجوا كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه خمسة جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن فيما دون القتال مثل السقي والتطبيب ستة جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النظر وغيره سبعة إن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بأصحابه قائدا وصلى وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته ثمانية جواز دعاء الرجل وتمنيه أن يقتل في سبيل الله وليس ذلك من تمني الموت المنهي عنه كما فعل عبد الله بن جحش تسعة إن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار كما في حال قزمان عشرة السنة في الشهيد ألا يغسل ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه إلا أن يسلبها العدو فيكفن في غيرها والحكمة في ذلك كما روى الترمذي حتى يلقوا ربهم بكلومهم أي جروحهم ريح دمهم ريح المسك واستغنوا بإكرام الله لهم وكما روى ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن شهداء أحد أنا شهيد على هؤلاء ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون دم والريح ريح مسك حادي عشر أما الصلاة على الشهيد فقد اختلف فيها العلماء وقد رجح ابن القيم أن الإمام مخير بين الصلاة عليها وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين وقد خرج محققا الزاد تلك الآثار وبينا درجتها وقد خرج محقق الزاد تلك الآثار وبينا درجتها من الصحة ثم قال ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب لأن كثيرا من الصحابة ستشهد في غزوة بدل وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ولو فعل لنقل عنه وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن في الجزء الرابع صفحة الخامسة وتسعين بعد المائتين وثلاثة الآلاف إليه فقال الثاني عشر السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ثالث عشر إن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج شديد أو شيخوخة يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمر بن الجموح وهو أعرج واليمان والد حذيفة وثابت بن وقش وهما شيخان كبيرا رابع عشر إن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام دفع ديته من بيت المال كما في واقعة قتل اليمن وذكر ابن القيم بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحد قد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل أمران حيث افتتح القصة بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى تمام ستين آية من هذه السورة نذكر هنا باختصار ما ذكره ابن القيم واحد تعريف المؤمنين بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصابهم هو لذلك السبب كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظ وتحرزا من أسباب الخذنان إثنان إن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة وأن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم قال كيف الحرب؟ الوجه الأول يبدأ حلا وهذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب السيرة النبوية أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد عقد بن القيم فصلا فيما اجتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهية ننقلها هنا باختصار لتعميم الفائدة واحد إن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن استعد له وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه اثنان إنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد ثلاثة جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رأيته إذا صادف ذلك طريقة وإذن ببدل وأنتم أذلة وبحنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ستة إنه سبحانة أهياء لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها سبعة إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى تغيانا وركونا إلى العاجلة وهذا مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والآخرة فإذا أراد الله بها الرحمة والكرامة قيض لها من الابتلاء ما فيه ذواء وشفاء لذلك المرض ثمانية إن الشهادة عند الله من أعلى مراتب أوليائه ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تصليت العدو وغيره تسعة إن في الابتلاء من الله تمحيص وتكفير ذنوب عباده وفرصة لهم لنيل الشهادة قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين عشرة إن الأنبياء عليهم السلام إذا أصيبوا ببعض العوارد الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام تعظيما لأجرهم تأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين وهذه سنة الله فيهم حادي عشر إن اشتراك الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال ما مثله كأي فرد من أفراد جيشه دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم تمييزه عن جنده ومساواة نفسه بهم وفيه دليل على شجاعته وصبره وتحمله الأذى في سبيل دعوته الفصل الثامن الغزوات والسرايا والأحداث الأخرى بين غزوتي أحد والمريسيع المبحث الأول ألف غزوة حمراء الأسد فكر المشركون في الكرة مرة أخرى على المسلمين ليقضوا عليهم قضاء مبرمى وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بنيتهم ندب الناس إلى المسير إلى لقائهم وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاع وأذن لجابر ابن عبد الله بالمسير معه لأنه لم يشهد وحدا إذ كان أبوه قد خلفه على بناته وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد وعندما أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فيلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه فخذله وأقبره بخروج المسلمين إلى حمراء الأسد ونصحهم بالعودة إلى مكة وقال الله تعالى في هذه الغزوة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا باجر عظيم روى ابن إسحاق أنهم في طريق عودته من حمراء الأسد أسروا معاوية ابن المغيرة جد عبد الملك ابن مروان لأمه وأبا عزة الجمحي الذي منى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بغير فداء من بين أسرى بدر فقال يا رسول الله أقلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين وضرب الزبير عنقه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورأي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي عزة إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وأمر عاصم ابن ثابت فضرب عنقه لقد كانت هذه الغزوة في الثامن من شوال على رأس ثلاثين شهر من الهجرة وقيل غير ذلك إذ قال ابن إسحاق إنها في يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال باء عبر من هذه الغزوة واحد إن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد يعد مظهرا من مظاهر الكلماء للمحمدي من شجاعة وتحمل وصبر وعدم الاستسلام لأي مظهر من مظاهر الهزيمة وحسن سياسة وبيانا لفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من طاعة وصبر وتحمل واستجابة لله والرسول وفيهم نزل قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم المبحث الثاني سرية أبي سلمة عندما سمع الأعراب القاتلون حول المدينة ما أصاب المسلمين في أحد تجرأوا على المسلمين واتضح ذلك من المحاولات التي قام بها بن أسد في نجد وبن هذيل في عرفات وغيرهم لغزو المدينة فقد وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني أسد ابن خزيمة بقيادة طلايحة الأسدي وأخيه سلمة يعدون العدة لغزو المدينة طمعا في خيراتها ومظاهرة لقريش في عداوتها للمسلمين فصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث مئة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار في سرية وأمر عليهم أبا سلمة ابن عبد الأسد فباغتوهم على ماء لهم بجبل يسمى قطا ففروا في وجوههم فاستاقوا أنعامهم إلى المدينة وكان ذلك في هلال المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا من الهجرة المبحث الثالث سرية عبد الله بن أنيس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي بنخله أو بعرنه من عرفات ليقتله وذلك لأن خالدا كان يجمع الناس ليغزو بهم المدينة وقبل أن يتحرك طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينعته له فنعته له فخرج إليه وعندما لقيه رأى فيه ما نعته به الرسول صلى الله عليه وسلم فاحتال عليه حتى قتله وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما رأاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح الوجه ثم أدخله البيت وعطاه عصى ليتخصر بها أن يتكئ عليها آية بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال له إن أقل الناس المتخصرون يومئذ واحتفظ بها حتى دفنت معها وكانت هذه السرية في الخامس من محرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا من الهجرة المبحث الرابع سرية الرجية روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بسرية عينة وأمر عليهم عاصم بن ثابت فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عصفان ذكروا لحي من هذيل وقالوا لهم بن الحيان فتابعوهم بقريب من مئة رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فتابعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم أصحابه لجأوا إلى فرفد مرتفع من الأرض وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق أي أعطوا خبيب وزيدا ورجلا آخر فنزلوا إليهم فلما استمكانوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغد فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشترى خبيبا بن الحالث بن عامر بن نوفل وكان خبيب قد قتل الحالث بن عامر يوم بدر فمكث عندهم أسيرة حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحالث ليستحد بها فأعارته قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعه عرف ذلك مني وفي يده الموسى فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ تمرة وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتله فقال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقال لو لا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزد فكان أول من سنى الركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا ثم قال ما إن أبالي حين أقتل مسلمة على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي ثم قام إليه وخبة بن الحارث فقتله وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا منه على شيء وقال حسان بن ثابت شعرا رائعا في رثاء خبيب ورفقائه الكرام وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان ابن أميه ليقتله بأبيه أميه ابن خلف وعندما أخرجوه من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه اجتمع رهتم من قريش فيهم أبو سفيان فقال أبو سفيان حين قدم ليقتل هنشدك الله يا زيد هتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ثم قتله النصطاص مولى صفوان لما قتل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا لا هم أقاموا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم فأنزل الله فيهم آية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وما بعدها وأنزل في أصحاب السرية ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري وحده إلى قريش قال فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون فرقيت فيها فحللت خبيبا فوقع إلى الأرض فانتبذت غير بعيد ثم التفتت فلم أرى خبيبا ولا كأنما ابتلعته الأرض فلم يرى لخبيب أثر حتى الساعة كانت هذه السرية في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة المبحث الخامس سرية بئر معونة وفي الشهر ذاته الذي أرسل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سرية رجيع أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بئر معونة فقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى نجد سبعين من خيار الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بالقراء كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل وينفقون ثمن حطبهم على أهل الصفة وذكر مسلم أن سبب إرسالهم هو أن أناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يبعث معهم رجالا يعلمونه من القرآن والسنة وذكر البخاري سببا آخر لا يختلف عن هذا في جوهره وهو أن بطولا من بني سليم هم رعل وذكوان وعصية ابن لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بأولئك السبعين وقد وافق البخاري بن سعد في هذا السبب وذكر ابن إسحاق أن أبا براء عمر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد وقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم فقال إني أخاف عليهم أهل نجد فقال أبو براء أنا جار لهم ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون كلا الأمرين قد وقع أي إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعين بناء على طلب أبي براء وبني سليم عندما نزلوا ببئر معونة بين أرض عامر وحرة بني سليم بعثوا حرام بن ملحان أخا سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه وأمر رجلا فطاعنا حراما بالحربة من خلفه فلما أنفذها فيه وراء الدم قال حرام الله أكبر فزت ورب الكعبة ثم استنفر ابن الطفيل بن عامر إلى قتال المسلمين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان وخاضوا مع المسلمين معركة ضارية قتل فيها المسلمون جميعا إلا كعب بن زيد بن نجار الذي ترك وبه رمق فعاش حتى استشهده في غزوة الخندق وعمر بن أمية الذي كان قد تأخر عنه موو المنذر عقبه ابن عامر وعندما وجد أصحابهما قد صرعوا قاتل المشركين فقتلوا المنذر وأسروا وأسروا عمرا ثم أعتقه عامر عن رقبه كانت على أمه وعاد عمر بن أمية بالخبر الأليم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي الطريق فاتك برجلين من بني كلاب ويرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يعلم به ولذا التزم الرسول صلى الله عليه وسلم بأداء ديتهما فأخذ في تحصيل الدية من المسلمين وأهل الصحيفة من اليهود وعندما ذهب إلى اليهود للإعانة في دية الكلابيين حاولوا قتله مما كان من أسباب غزوة بني النظير كما سنرى وقد تألم الرسول صلى الله عليه وسلم لهاتين الفاجعتين معونة والرجيع فأخذ يدعو في صلاة الصبح ثلاثين صباحا على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة والرجيع أرعل وذكوان ولحيان وعصية وظهرت لعمر بن فهيرة كرامة في هذه الموقع فقد روى البخاري أنه لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمر الضمري قال له ابن الطفيل من هذا فأشار إلى قتيل فقال له عمر بن أمية هذا عمر بن فهيرة فقال قد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع المبحث السادس حكم وأحكام وعبر ودروس من سريتي الرجيع ومعونة واحد تدل هاتان الحادثتان على اشتراك المسلمين كلهم في مسؤولية الدعوة إلى الإسلام وتبصير الناس بحقيقته وأحكامه فليس أمر الدعوة موكولا إلى الأنبياء والرسل وحدهم أو خلفائهم والعلماء دون غيرهم وعلى الرغم من استشعار الرسول صلى الله عليه وسلم الخوف على القراء نتيجة لما وقع لأهل الرجيع إلا أنه لم يتوقف عن إرسال بعث القراء ومن بعده أرسلت بعوث أخرى حتى تاريخ وفاته لأنه كان يرى أن القيام بأعباء تبليغ الدعوة أهم من كل شيء ليكن ما يريد الله في سبيل القيام بأمره وتبليغ دعوته إثنان إن معجزة التربية الإسلامية تتجلى في موقف خبيب بن عدي عندما لم يمس طفل آل الحارث بسوء على رغم من مواتاة فرصة الانتقام لنفسه من المشركين الذين حبسوه ليقتلوه وتتجلى نذالة الكافرين في الغدر بأصحاب الرجيع وأصحاب بئر معونة ولم يشفع لخبيب عندهم موقفه النبيل من طفل آل الحارث والغدر والخيانة وصف لازم في الغالب لأهل الكفر والشرك ثلاثة إن للأسير في يد العدو أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن نفسه ولو قتل ترفعا عن أن يجري عليه حكم الكافر كما فعل عاصم رضي الله عنه فإن أراد الترخص فله أن يستأمن مترقبا الفرصة للخلاص كما فعل زيد وخبيب رضي الله عنهما أربعا إنما ظهر من أمر خارق للعادة لخبيب عندما كان أسيرا دل على أن كل ما أمكن أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي خمسة مشروعية الصلاة عند القتل وأن خبيبا هو الذي سنها وأقر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ستة تتجلى قوة إيمان ابن الدثنة في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضائه بالموت ولا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة تؤذيه وهو آمن في أهله وكذا كان حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وذلك واجبهم وواجب كل مؤمن ومؤمنة وأن ذلك من دلائل إيمان العبد سبعة إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحب الخلق إلى الله ورسوله ممن يضعهم الله تعالى في محك الامتحان ثمانية مشروعية القنوط في الصلاة للدعاء على الظلمة ولرفع البلاء النازل على المؤمنين المبحث السابع غزوة بني النظير أولا سبب الغزوة تشير المصادر إلى ثلاثة أسباب لهذه الغزوة الأول أرادت بني النظير قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بدر الكبرى عندما حرضتهم قريش على ذلك الثاني محاولتهم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءهم ليستعين بهم في دية الكلابيين الذين قتلهم الضمري الثالث حضهم قريشا على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتهم على العورة تقول المصادر عن السبب الأول إن قريشا أرسلت اليهود وهددتهم بالحرب إن لم يقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجاب بني النظير لذلك ووضعوا خطة يقتلون بها الرسول صلى الله عليه وسلم غدرا فقد طلبوا منه أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلا من أصحابه كلما معه ليلتقي بثلاثين من أحبارهم في موضع وسط ليحدثهم فإن صدقوه آمنت يهود فلما جاءوا قريبا من المكان يقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع ومعه ثلاثة من أصحابه وثلاثة من أحبارهم وقد حمل هؤلاء اليهود الثلاثة خناجرهم ولكن امرأة منهم أفشت سرهم لأخ لها مسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عنهم ثم استعد وحصرهم بجنوده حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما حملت الإبل كل السلاح أما السبب الثاني فتقول عنه المصادر إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليهم في دية الكلابيين لما كان بينه وبينهم من الحلف جلس إلى جدار لهم في انتظارهم ليأتوا بما وعدوا به من المساهمة في الدية ثم خلى بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه فاتفقوا على أن يعلوا عمر بن جحاش ذلك الجذار فيلقي صخرة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتله فأخبر الله رسوله بما أرادوا فخرج راجعا إلى المدينة وعندما تأخر عن أصحابه الذين كانوا معه سألوا عنه فعلموا رجوعه إلى المدينة فأتوه فأخبرهم الخبر ثم أمر بالتهيئ لحربهم والسير إليهم ومحاصرتهم فنزلوا على الصلح بعد حصار دام ستة ليال على أن لهم ما حملت الإبل أما السبب الثالث فقد انفرد به موسى بن أقبة حيث قال كانت النظير قدسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلوهم على العورة وقال إن ذلك كان عندما كانوا نزلوا بأحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل الدكتور العمري لم يطلع على رواية التي عند البيهقي وما فيها من الزيادة عن رواية موسى بن أقبة عند ابن حجر وهذه الزيادة هي حين نزلوا بأحد ولذا قال العمري إن رواية موسى بن أقبة لم تحدد وقتا للأعمال التي ارتكبها اليهود ضد المسلمين ولعله يقصد أعمالا معينة ومن المعروف أنهم حردوا المشركين على قتال المسلمين فكانت أحد وعانوا أبا سفيان في إغارته على أطراف المدينة بما أدى إلى مطاردة المسلمين له فيما عرف بغزوة السويق وأن كعبن بن الأشرف كان يقرض الشعر في هجاء المسلمين وتحريد قريش عليهم كل هذا يدل على حالهم مع المسلمين إلى أن كانت محاولتهم قتلة وتسبب ذلك في قرار لوضع حد لممارساتهم الإجرامية فكان القرار طردهم من المدينة ثانيا الإنذار عندما صدر منهم ما صدر طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج من المدينة خلال عشرة أيام فمن رأوه بعد ذلك ضربت عنقه وعندما استعدوا للخروج حرضهم عبد الله بن أبي بن سلول على عدم الخضوع ومنهم بالوقوف إلى جانبهم الوجه الثاني يبدأ حالا الإنذار عندما صدر من اليهود ما صدر طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج من المدينة خلال عشرة أيام فمن رؤيا بعد ذلك ضربت عنقه وعندما استعدوا للخروج حرضهم عبد الله بن أبي بن سلول على عدم الخضوع ومنهم بالوقوف إلى جانبهم فأعلنوا العصيان فحاصرهم المسلمون وقد أشارت آيات في سورة الحشر إلى هذا مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ثالثا الجلاء وشروطه ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجلى بن النظير عندما حاربوا وفصلت الكتب الأخرى وخاصة كتب المغازي والسير كيفية هذا الجلاء ونوعية الحرب التي حاربوها وصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم بالكتائب وقال لهم إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون ثم غد الغد على بني قريضة بالخيل والكتائب وترك بن النظير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدى إلى بني النظير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة أي سلح فجاءت بن النظير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها وقد ثبت بنص القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق وقطع بعض نخل بني النظير خلال مدة الحصار وثبت في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق وقطع بعض نخل بني النظير خلال مدة الحصار عزيز المستمع هذه العبارة مكررة وتذكر بعض الروايات أنهم أجلوا إلى الشام والبعض الآخر يذكر أنهم توجهوا إلى خيبر وفي رواية ابن إسحاق ما يجمع بين هذه الروايات حيث قال فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام فكان أشرافهم ممن سار منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب فلما نزلوها دان لهم أهلها ويؤيده في ذلك الأحداث اللاحقة الثابتة بالمرويات القوية مثل أخبار قتالهم في غزوة خيبر وقتل كنانة وأسر صفية وخبر سلام بن أبي الحقيق وقد أسلم منهم اثنان هما يامين بن عمر بن كعب وأبو سعد بن وهب ولذا أحرز أموالهما أما الأموال والنخيل فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أرضهم بين المهاجرين ولم يعطي الأنصار أحدا سوى سهل بن حنيف وأبي دجانة وذلك لفقرهما ولم يتوقف زعماء بن النظير عن مكائدهم بعد كل هذا فقد حرضوا الأحزاب فكانت غزوة الخندق رابعا تاريخ غزوة بن النظير روى عبد الرزاق من حديث الزهري والحاكم من حديث عروة أنها كانت بعد غزوة بدر الكبرى وذكر البخاري في رواية معلقة من الترجمة عن عروة بأنها كانت على رأس ستة أشهر من بدر قبل وقعة أحد وذكر ابن حجر أن عبد الرزاق قد وصلها في مصنفه عن معمر عن الزهري بأتم مما عند البخاري وقد رواها البيهقي من هذا الطريق وروا البيهقي رواية عن الزهري عن عقيل بمثل رواية البخاري وعبد الرزاق هكذا عند أهل الحديث أنها قبل أحد وبعد بدر ولكن أصحاب المغازي وسير يذكرون أنها بعد أحد فابن إسحاق يذكر أنها في سنة أربع من الهجرة ويذكر الواقدي وابن سعد أنها كانت في شهر ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهرا من الهجرة ووفقهم ابن هشام في أنها كانت في ربيعين الأول وما دامت سرية بئر معونة كانت بعد أحد باتفاق وإذا جمعنا الأسباب يظهر لنا أنها بعد أحد وقد أشار إلى ذلك البخاري في الخبر المعلق عن ابن إسحاق وذكر البخاري أن من جملة من كان في سرية بئر معونة عمرا الضمري وذكر معونة بعد أحد ولعمر الضمري ذكر في سبب غزوة بني النظير فبذلك تكون غزوة بني النظير بعد غزوة أحد وسرية بئر معونة وهذا مما يؤيد ابن إسحاق ومن تابعه من أصحاب السير والمغازي وهو ما مال إليه ابن حجر والسندي والعمري وما نميل إليه معهم خامسا حكم وعبر من غزوة بني النظير إن في إخبار الله نبيه بما يبيته اليهود للغدر به دليلا على تكرار الغدر من يهود والوفاء من الله تعالى بوعده القاطع لرسوله صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس وفي هذه المعجزة وغيرها ما يجب أن يحمل الناس على الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إثنان إن قطع وإحراق الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض نخيل بني النظير دل على أن الحكم الشرعي في أشجار العدوي وإتلافها منوط بما يراه الإمام أو القائد من مصلحة في النكاية بالأعداء وأن ذلك من قبيل ما يدخل تحت اسم السياسة الشرعية وهو مذهب نافع ومالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي الوجه الثاني يبدأ حالا الإنذار عندما صدر من اليهود ما صدر طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج من المدينة خلال عشرة أيام فمن رؤيا بعد ذلك ضربت عنقه وعندما استعدوا للخروج حرضهم عبد الله بن أبي بن سلول على عدم الخضوع ومنهم بالوقوف إلى جانبهم فأعلنوا العصيان فحاصرهم المسلمون وقد أشارت آيات في سورة الحشر إلى هذا مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ثالثا الجلاء وشروطه ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجلى بني النظير عندما حاربوا وفصلت الكتب الأخرى وخاصة كتب المغازي والسير كيفية هذا الجلاء ونوعية الحرب التي حاربوها وصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم بالكتائب وقال لهم إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون ثم غدا الغد على بني قريضة بالخيل والكتائب وترك بني النظير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا إلى بني النظير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة أي سلاح فجاءت بني النظير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها وقد ثبت بنص القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق وقطع بعض نخل بني النظير خلال مدة الحصار وثبت في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق وقطع بعض نخل بني النظير خلال مدة الحصار عزيز المستمع هذه العبارة مكررة وتذكر بعض الروايات أنهم أجلوا إلى الشام والبعض الآخر يذكر أنهم توجهوا إلى خيبر وفي رواية ابن إسحاق ما يجمع بين هذه الروايات حيث قال فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام هما يامين بن عمر بن كعب وأبو سعد بن وهب ولذا أحرز أموالهما أما الأموال والنخيل فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أرضهم بين المهاجرين ولم يعطي الأنصار أحدا سوى سهل بن حنيف وأبي دجانة وذلك لثقرهما ولم يتوقف زعماء بن النظير عن مكائدهم بعد كل هذا فقد حرضوا الأحزاب فكانت غزوة الخندق رابعا تاريخ غزوة بن النظير روى عبد الرزاق من حديث الزهري والحاكم من حديث عروة أنها كانت بعد غزوة بدر الكبرى وذكر البخاري في رواية معلقة من الترجمة عن عروة بأنها كانت على رأس ستة أشهر من بدر قبل وقعة أحد وذكر ابن حجر أن عبد الرزاق قد وصلها في مصنفه عن معمر عن الزهري بأتم مما عند البخاري وقد رواها البيهقي من هذا الطريق وروا البيهقي رواية عن الزهري عن عقيل بمثل رواية البخاري وعبد الرزاق هكذا عند أهل الحديث أنها قبل أحد وبعد بدر ولكن أصحاب المغازي وسير يذكرون أنها بعد أحد فابن إسحاق يذكر أنها في سنة أربع من الهجرة ويذكر الواقدي وابن سعد أنها كانت في شهر ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهرا من الهجرة ووفقهم ابن هشام في أنها كانت في ربيعين الأول وما دامت سرية بئر معونة كانت بعد أحد باتفاق وإذا جمعنا الأسباب يظهر لنا أنها بعد أحد وقد أشار إلى ذلك البخاري في الخبر المعلق عن ابن إسحاق وذكر البخاري أن من جملة من كان في سرية بئر معونة عمرا الضمري وذكر معونة بعد أحد ولعمر الضمري ذكر في سبب غزوة بني النظير فبذلك تكون غزوة بني النظير بعد غزوة أحد وسرية بئر معونة وهذا مما يؤيد ابن إسحاق ومن تابعه من أصحاب السير والمغازي وهو ما مال إليه ابن حجر والسندي والعمري وما نميل إليه معهم خامسا حكم وعبر من غزوة بني النظير إن في إخبار الله نبيه بما يبيته اليهود للغدر به دليلا على تكرار الغدر من يهود والوفاء من الله تعالى بوعده القاطع لرسوله صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس وفي هذه المعجزة وغيرها ما يجب أن يحمل الناس على الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم اثنان إن قطع وإحراق الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض نخيل بني النظير دل على أن الحكم الشرعي في أشجار العدو وإتلافها منوط بما يراه الإمام أو القائد من مصلحة في النكاية بالأعداء وأن ذلك من قبيل ما يدخل تحت اسم السياسة الشرعية وهو مذهب نافع ومالك وثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء وروي عن الليث وأبي ثور والأوزعي القول بعدم جواز قطع شجر الكفار وإحراقه ثلاثة اتفق الآئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم من دون قتال وهو الفيء يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كما تقسم عليهم الغنائم التي غنموها بعد قتال وحرب مستدلين على ذلك بسياسته صلى الله عليه وسلم في تقسيم فيء بن النظير ونزول القرآن الكريم مصوبا ذلك أربع في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من بن النظير تقرير لمبدأ أن نقضى المعاهدة إعلان للحرب المبحث الثامن غزوة بدر الموعد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة أربع من الهجرة لموعده الذي التزم به لأبي سفيان يوم أحد وكان معه ألف وخمسمائة من الصحابة وعشرة أفراس ووصل إلى بدر وانتظر بها المشركين ثمانية أيام أما المشركون فقد خرج بهم أبو سفيان حتى وصل إلى مر الظهران ونزل بمياه مجنة على بعد أربعين كيلا من مكة ثم عاد بهم بحجة أن العام عام جدب وكان لهذا الموقف منه أثر كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد انتكاسة أحد المبحث التاسع غزوة ذي الرقار اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ هذه الغزوة وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر وذهب ابن إسحاق إلى أنها بعد غزوة بن النظير وقيل بعد الخندق سنة أربع وعند الواقدي وابن سعد أنها كانت في المحرم سنة خمس وجزم أبو معشر أنها كانت بعد بني قريضة والخندق والراجح عند ابن حجر ما ذهب إليه البخاري وأبو معشر لأن أبا موسى الأشعري شهدها وقد قدم من الحبشة بعد فتح خيبر مباشرة وشهدها أبو هريرة وقد أسلم حين فتح خيبر وصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ولم تكن شرعت في الخندق بل شرعت في عصفان أيام الحديبية والحديبية سنة ست أما الدكتور البغطي فقد جزم أنها قبل الخندق وحجته في ذلك ما ثبت في الصحيح من أن جابرا رضي الله عنه استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته في غزوة الخندق وأخبر امرأته بما رأى من جوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قصة الطعام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء كل الجيش ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكتير طعام جابر وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة جابر كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجعا وما ثبت في الصحيحين أيضا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جابرا في غزوة ذات الرقاع إن كان قد تزوج بعد فأجاب بنعم مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن علم شيئا عن زواجه وأخذ الدكتور في رد أدلة بن حجر في كونها بعد خيبر فقال أما ما استدل به الحافظ بن حجر من أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الخوف في الأحزاب وصلها قضاء فيجاب عنه بأنه ربما كان سبب تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لها إذ ذاك استمرار الرمي بين المشركين والمسلمين بحيث لم يدع مجال للانصرف إلى الصلاة وربما كان العدو في جهة القبلة أو ربما أخرها لبيان مشروعية قضاء الفائتة كيفما كانت كما يجاب عن استدلاله بحديث أبي موسى الأشعري بما ذكره كثير من علماء السيار والمغازي من أن أبا موسى إنما قصد بها غزوة أخرى سميتها أيضا بذات الرقاع بدليل أنه قال عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاء ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه إلى آخره وغزوة ذات الرقاع التي نتحدث عنها كان العدد أكثر من ذلك ومال الدكتور الحكمي والدكتور العمري إلى ما ذهب إليه البخاري وابن حجر والذي نميل إليه هو ما ذهب إليه الدكتور البوطي لأن حجته الخاصة بزواج جابر قبل الخندق لا تدفع وهي في الصحيحين إضافة إلى أن البخاري قد ذكر رأيه معلقة وحجته فقط مجيء أبي موسى بعد خيبر وهي حجة دفعها البوطي بترجيح تعدد الغزوة لم يقع في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان ولكنهم أخافوا بعضهم بعضا فصل المسلمون صلاة الخوف وصفتها أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وفي رواية أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان قال الدكتور البوطي ووجه التوفيق بين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الخوف أكثر من مرة فصلاها مرة على النحو الأول وصلاها مرة أخرى على النحو الثاني وكانت هذه الصلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة بيومين لقد وقعت في هذه الغزوة أحداث ذات دلالات ومغزا كبير منها واحد قصة الأعرابي روى البخاري ومسلم عن جابر وغيرهما عندما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستضلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أعلق بها سيفة قال جابر فنمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده آرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظته وفي يده صلت فقال لي من يمنعك مني فقلت له الله فها هو ذا جالس ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم الأعرابي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء وروي عن الليث وأبي ثور والأوزعي القول بعدم جواز قطع شجر الكفار وإحراقه ثلاثة اتفق الآئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم من دون قتال وهو الفيء يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كما تقسم عليهم الغنائم التي غنموها بعد قتال وحرب مستدلين على ذلك بسياسته صلى الله عليه وسلم في تقسيم فيء بن النظير ونزول القرآن الكريم مصوبا ذلك أربعة في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من بن النظير تقرير لمبدأ أن نقضى المعاهدة إعلان للحرب المبحث الثامن غزوة بدر الموعد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة أربع من الهجرة لموعده الذي التزم به لأبي سفيان يوم أحد وكان معه ألف وخمسمائة من الصحابة وعشرة أفراس ووصل إلى بدر وانتظر بها المشركين ثمانية أيام أما المشركون فقد خرج بهم أبو سفيش على طريق القوافل التجارية وقد عرفت بموقفها المسالم للمسلمين في هذا الصرع على الرغم مما عليه خزاعة من الشرك ووجود صنم مناه على هضبة المشلل بقديد من ديارهم ويحج إليه العرب وعلى الرغم من قربهم إلى مكة وما كان بينهم وبين قريش من أحلاف قديمة وربما كان ذلك لسببين رئيسين الأول لصلاتهم القديمة بعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم ومحالفتهم له إذ إن العداء القديم بينهم وبين قريش والذي انتهى بإخراجهم من مكة في العهود القديمة قد تبلور قبل ظهور الإسلام واتخذ شكل صراع شبه دائم بينهم وبين بكر من كنانة الذين كانوا في حلف مع قريش وقد دفعهم هذا الوضع الأمني الخطير إلى السعي لمحالفة عبد المطلب وقد رؤي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الحلف عندما جاءته خزاعة بنص الوثيقة يوم الحديبية في العام السادس الهجري ولعل وجود مناه في ديارهم والاستفادة من ذلك مادية ومعنوية والذي أبطأ بحركة انتشار الإسلام وسط خزاعة عامة وبني المصطلق خاصة كما كان الحال في مكة وأول موقف وقفته خزاعة ضد المسلمين هو انضمامهم لجيش الأحابيش الذي ساند الجيش المكي في غزوة أحد وعندما أصابت قريش ما أصابت من المسلمين في أحد تجرأ في من تجرأ من الأعراب على المسلمين بن المصطلق فقد أخذ زعيمهم الحارث بن أبي ضرار في جمع السلاح والرجال وتأليب القبائل المجاورة للقيام بهجوم على المدينة وعندما شعر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحركة المريبة أرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي للتأكد من نيتهم وأظهر لهم بريدة أنه جاء لعونهم فتأكد من نيتهم فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وفي يوم الاثنين للليلتين خلت من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة في سبعمائة مقاتل وثلاثين فرسة متوجها إلى بن المصطلق ولما كان بر المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين فقد روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون أي غافلون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جوائرية بنت الحارث ابن ضرار ويروي ابن إسحاق بإسناد ضعيف أن ثمة قتالا قد وقع على ماء المريسيع ثم انهزم بن المصطلق وقتل بعضهم وأخذ المسلمون أبناءهم ونساءهم وأموالهم فتمت خسمة ذلك بينهم وما في الصحيح أصح وأولى بالاحتجاج به ويذكر الوقدي أن المسلمين قتلوا عشرة من بني المصطلق وأسروا سائرهم ممن وجدوه على الماء وهم مئة أهل بيت وغنموا ألف إبعير وخمسة آلاف شاه ويذكر ابن إسحاق أن الأسرى كانوا مئة أهل بيت وهو الصحيح ويذكر الزرقاني أنهم أكثر من سبعمائة ولا تعرض بين القولين كما قال لأن أهل البيت الواحد يمكن أن يكون أكثر من واحد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب ابن عوف يدعى هشام ابن صبابة أخو قيس ابن صبابة وذلك أثناء المعركة أصابه رجل من الأنصار من رهد عبادة ابن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ وقدم قيس من مكة مظهرا للإسلام وطالب بدية أخي فأعطي الدية ولكنه لم يكتفي بهذا بل عدا على قارة لأخيه فقتله وفر إلى مكة مرتد وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة فقتله نميلة بن عبد الله وكان من قومه وخرج في هذه الغزوة جماعة من المنافقين وقد سجل لهم التاريخ موقفين آخرين من مواقف الخزي في هذه الغزوة أولهما محاولتهم إثارة الفتنة والعصبية بين المهاجرين والأنصار وثانيهما السعي لإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالطعن في أرضه حين افتروا على عائشة رضي الله عنها ما يعرف بحديث الإفك الموقف الأول حكى زيد بن أرقم رضي الله عنه وجابر بن عبد الله هذا الموقف قال زيد كنت في غزاه فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا من عنده ليخرجنا الأعز منها الأذل فذكرت لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن وبين وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لعمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمقتك فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد صدقك يا زيد ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد هذا الذي أوفى الله بأذنه وفي رواية وفت أذنك يا غلام أما رواية جابر رضي الله عنه فهي أكثر تفصيلة وقد أشارت إلى سبب ما قاله ابن أبي قال جابر كنا في غزاه فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري لا يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بعد وقد وردت روايات قوية أخرى تفيد أن ابن أبي قال هذا الكلام في غزوة تبوك وهو وهم والصحيح أنه لم يشهد تبوك وأرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعالج هذا الموقف علاجا عملية فلذلك أمر بالرحيل فورا وسار بهم بقية يومهم ذلك والليل كله ثم نهار اليوم التالي حتى آذتهم الشمس ثم نزلوا وناموا من فورهم من شدة الإجهاد وكل ذلك ليشغل الناس عن الخوض في حديث يمكن أن يؤدي إلى فتنه انتهى الشريط الثالث عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية وله بقية على الشريط الرابع عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع عشر من كتاب السيرة النبوية متابع الكلام على موقف عبد الله بي أبي بن سلول ونفاقه في غزوة بني المصطلق وعندما بلغ عبد الله بن عبد الله بي أبي بن سلول ما قاله والده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أن لك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسا فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في المنز فأقتل رجل مؤمن لكافر فأدخل النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ومنع أباه من دخول المدينة حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخولها وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعادلونه ويأخذونه ويعنفونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمني ومر حين بلغه ذلك من شأنه كيف ترى يا بمر أما والله لو قتلته يوم قلت لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم من قتله لقتلته قال رمر قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمني الموقف الثاني حديث الإفك حكى المنفقون في هذه الغزوة حادثة الإفك بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية وخلاصتهم كان قدر عائشة رضي الله عنهم أن تخرج في هذه الغزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الطريق العودة وقرب المدينة نزل المسلمون للراحة فنزلت من هودجها لبعض شأنها فلما رادت افتقدت أقدامها فرجعت تبحث عنه وعندما رادت وجادت الرجال قد حملوا هودجها وعضاروه على بعينها وهم يحسبونها داخلها لأنها كانت حينذاك خفيفة الوزن فانتظرت في مكانها فمر بها صفوان ابن المعطل السلمي وعرفها لأنه كان رآها قبل أن يفرض الحجاب فحملها على بريره وانطلق بها إلى المدينة ودخلها بعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد استغلنا فيكون هذه الحالة ونسجل حولها قصة الإفك وتولى كبر ذلك عبد الله بن أبي بن سلول وأغرى بالخوض فيه يصطح ابن أثاثة وحمنة بند جحش وحسان ابن ثابت وأتم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الشائعة وأعلن على الملأي في المسجد ثقته بزوجته وبصاحبه بن المعطل وأبدى سعد بن معاذ استانادة لقتل من يخوض في هذا الافتراء إن كان من الأوس ولم يرضى سعد بن عبادة هذا القول من سعد لأن أصابع الاتهان كانت تشير إلى واحد من قوم عبادة فكادت تقع الفتنة بين الحيين كما يريدها المنفقون ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فوت عليه الفرصة مرة أخرى وأطفأ من رمي الفتنة واستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لتمرض في بيت أبيها وهناك علمت بخدر الإفك ففارقها النوم وليتنتظر إعلام الله لبيه ببراءتها برؤية صادقة وترى أنها أقل شأن من أن ينزل في أمره وحي وبعد شهر من معاناتها ومعانات الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث نزل الوحي بآيات في براءتها وموقف الناس من هذه الفرية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وكان أبو بكر ينفق على قريبه مصطح ابن أثاثة ابن خالي أبي بكر فعندما خاض في تلويث سمعة عائشة أقسم أن لا ينفق عليه فنزلت الآية وَلَا يَأْتَلِي أُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ أَنْ يُبْتُمْ لِلِي الْقُرْبَى وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا قوله تعالى وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُهُ قُلْتُمْ مَنْ يِكُمْ لَنَا أَنْتَكَنَّمُ لِهَذَا سُبْحَنَّكَ لَنْي أُبُتَيْمٌ عَرْبِهِمْ أرى الواحدين بإسناد متصل إلى عائشة رضي الله عنها في سبب نزول هذه الآية كان أبو أيوب الأنصري حين أخبرتهم رأته وقالت يا أبا أيوب ألم تسمع بما تحدث الناس قال ما يتحدثون فأخبرته بقول أهل الإفك فقال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم قالت فأنزر الله عز وجل ولولا إذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ورغى البخاري أن أردنا من الأنصار عندما سمعا هذه الفلة قال سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك لنا أن نتكلم بهذا العظيم وقال ابن حجر في الشرح وقع عند ابن إسحاق أنه أبو أيوب الأنصري وأخرجه الحاكم من طريقه وأخرجه الطبراني في المسنن الشاميين وأبو بكر الأعدربي في طرق حديث الإفك من طريق عطاء أخرجه المسنن الشاميين عن الزمري عن غروا وراء العائشة ويلحظ أن الآية التي أشار إليها ابن إسحاق هي التي فيها سبحانك هذا إفكو نبي وليست التي فيها سبحانك هذا بهتان عظيم معظمًا في المعنى واحد وقد نزلتها في وقت واحد وبمنسبة واحدة فليس ببغيد أن من بين أسباب نزولها موقف أبي أيوب وأم أيوب وقد وافق الواقدي بن إسحاق وزاد بصيغة التمريض أنها نزلت في أم الطفيل وزوجها أبي بن كعب وفي تفسير سبي بن مرسل سعيد أن سعد بن معاذ لما سمع ناقيل في أمر العائشة قال سبحانك يا بلتاب العميم وخلاصة الأمر أن رواية الواحدة تتقوى برواية الآجر وابن إسحاق والمعقبين ويكون الخبر على أقل تقدير حسنا لبنه وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم حد القلف على حسان ومصطح وحما أما عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر الإفك فلم يقم عليه الحد لأنه لم يترك دانيلا ضده إذ كان يستوشيه أي يستخرجه البحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعوه يخمد عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته جويرية منت الحارث بن أبي ضرار وذكرت له مكانتها في قومها وطلبت منه أن يعينها في قضاء كتابها لعدق رقبتها من ثابت بن قيس بن الشميز الذي وقعت في سلمه فعرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي عنها كتابتها ويتزوجها فقبلت فلما علم الناس بذلك أعتقوا من بأيديهم من السمي وهو مئة أهل بيت إكراما لأصهار الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم فما كانت امرأة أعظم على قمها بركة منها وكان أبقه صداقها كما هو واضح من الخبر وقدم والدها الحارث إلى المدينة وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلي سمينها فآذن له أن يخيرها فاختارت البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم الحارث ابن أبي ضرار وقومه وولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه أحكام وعبر في غزوة المغيسية واحد مشروعية تقسيم الغنائم بين المقاتلين بعد استثناء السلب والخمس من الغنيمة اثنان دلت معالجة الرسول صلى الله عليه وسلم للمشكلة التي حاول ابن سلول استغلالها على حسن سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في دبير الأمور وتجنب المشكلات وتفويت الفرص على المغرضين المندسين بين صفوف المؤمنين وكان نتيجة ذلك أن جافت نسلول قومه فكان هم الذين يعنفونه ويضحون نسائسه ثلاثة كانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإذاء والمحل التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعداء الدين وكان من لطف الله تعالى بنبيه وبالمؤمنون أن كشف الله زيفها وبطل عنها وسجل التاريخ بروايات صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية لا سيما موقف أبي أيوب وأم أيوب وهي مواقف يتأسى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفرية فقد انقطع الوحي وبقيت الدروس التي تركها لهم لنستفيد منها ونقوم بها على تقويم المواقف المماثلة أربعا جاءت نحنة الإفك منطوية على حكمة إلهية استهدفت إبراز شخصية مني صلى الله عليه وسلم وإظهارها صافية مميزة عن كل ما قد يلتبس بها فلو كان الوحي أمرا ذاتيا غير منفصل عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المحنة بكل أبعادها شهرا كاملا ولكن الحقيقة التي تجلت للناس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم عن نبوته فعندما حسم الوحي اللغط الذي دار حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عادت المياه إلى مجاريه بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وفرح الجميع بهذه النتيجة بعد تلك المعاندة القاسية فدل ذلك على حقيقة الوحي وأن الأمر لو لم يكن من عند الله لبقيت رواسب المحنة في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة ولم عكس ذلك على تصرفاته مع زوجه عائشة رضي الله عنها وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلاً كبيراً على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خمسة بيانت هذه القصة مشروعية تحدي القذف الذي أكيم على من ثلثت إلهته وبينت حرمة قذف المحصنات المؤمنات وكذا المحصن المؤمن وأنه من كبائر الذنوب وعقوبته ثمانون جلده ستة بيان مشروعية الاقتراع والأخذ بنتائجه بدل التخيير لما فيه من تطيب النفوس كما في خبر اقتراع رسول صلى الله عليه وسلم بين نسائه عند السفر سبعة مشروعية أخذ المجاهد امرأة وللجهاد إذا كانت الظروف معتية لذلك الفصل العاشر غزوة الخنق الأحزاب تعريق الغزوة وقعت نظيم الغزوة في شوال سنة خمس كما قال ابن إسحاق ومن تابعه وهو قول من جمهور وقال الواقدي إنها وقعت في يوم الثلاثة الثامن من ذلك في العام الخامس الهجري وقال ابن سعد إن الله استجاب لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهزم الأحزاب يوم أربعان من شهر ذو الكعلة سنة خمس من مهاجره ونقل عن الزهري ومالك بن أنس وموسى بن عقبة أنها وقعت سنة أربع هجرية ويرى العلماء أن القائلين بأنه وقعت سنة أربع كان يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى عبيع الأول فتكون غزوة بدع عندهم في السنة الأولى وأحد في الثانية والخندق في الرابعة وهو مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة وجزم ابن حزم أنها وقعت سنة أربع لقول ابن عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرده يوم أحد وهي في السنة الثالثة باتفاق وهو ابن أربع عشرة سنة ولكن البيهقية وابن حجر وغيرهما فسروا ذلك بأن ابن عمر كان يوم أحد في بداية الرابعة عشرة ويوم الخندق في نهاية الخامسة عشرة وهو الموافق لقول جمهور العلماء سبب الغزوة لم تضع الحرب أوزارها بين مشرك مكة والمسلمين إلا بعد فتح مكة في العام الثامن الهجري ولذا ثمن البدهي أن تحاول قريش في كل مرة القضاء على قوة المسلمين التي ترى فيها تهنيدا مستمرا لطرق قوافلها وخطرا على مكانتها بين العرب أردت قريش في هذه المرة أن تحسن هذا الصراع مع المسلمين لصالحها فحشدت له أكبر قوة ممكنة حيث لجأت إلى التحالف مع كل من له مصلحة في القضاء على المسلمين ووجدوا أكبر ضالة لهم في يهود بن النظير الذين أجلوا عن المدينة ووجد اليهود ضالتهم في قريش فقد التقت أهداف الفريقين وهو القضاء على المسلمين كان أولا ما فكر فيه جعماء بن النظير الذين أخرجوا إلى خيبر أن يتصلوا بقريش والقبائل الأخرى للسأل لأنفسهم والطمع في العودة إلى ديارهم وأملاكهم في المدينة فخرج وفد منهم إلى مكة منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق النظريون وهوذا بن قيس وأبو عمار الوائليان في نفر من بني النظير ونفر من بني مائل فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم بالقتال معهم حتى يستأصيوه وأفتوهم بأن دينهم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم أولى بالحق منه وفيهم أنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من بالجبت والطاروت ويقولون للذين كفروا هؤلاء هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا ثم اتجهوا بعد هذا إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش على حرب مسلمين على أن يكون لهم نصف ثمر خيبر إذا اشتركت معهم في الحرب وكان وافدهم إلى غطفا كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق فأجابه عيينه ابن حزن الفزاري إلى ذلك وكتب المشركون إلى حلفائهم من بني أسد فأقبل إليهم طلحة بن خويد في من أطاعه وخرج أبو سفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب فنزلوا بمر الظهران فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا لهم بقيادة سفيان ابن عبد شمس والد أبي الأعمر وبن مرة بقيادة الحارث ابن عرف وأشجع بقيادة مسعر ابن أخلة وصارت مع قريش الأحابيش ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهاب صاروا في جمع العظيم فهم الذين سمهم الله تعالى الأحزاب وذكر ابن أسحاق أن عداتهم عشرة آلاف بينما كان المسلمون ثلاثة آلاف تحرك هذا الجيش العرام من مر الظهران في طريقه إلى المدينة فنزلت قريش ومن سار معه لمجتمع الأسيال نرومة بين الجرف وزغابة ونزلت غطفان بذنب نقني إلى جانب أحد ونزل معهم بني أسد فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع له من الأمر استشار أصحابه وقد أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة أما الجيش الأخرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأمنية وأشجار النخيل وتحيطها الحرات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها ورافق الجميع على هذه الفكرة لعلمهم بكثرة الجمع القادمة لحربهم وشرعوا في حفر الخندق الذي يمتد من أجم الشيخين طرف يبن حارثة شرقا حتى المدان غربا وكان طوله خمسة آلاف ذراع وعرضه تسعة أذرع وعمقه من سبعة أذرع إلى عشرة وكان على كل عشرة من المسلمين حفر أربعين ذراعا حفر المهاجرون من ناحية حسن راتج في الشرق إلى حسن ذباب والأنصار من حسن ذباب إلى جبل عبيد في الغرب وعمل المسلمون في الحفر على عجل يبادرون قدوم القوم وقد تروحت مدة الحفر ما بين ستة أيام وأربعة وعشرين يوم فعند ابن عقبة استغرق قريبا من أشرين ليلة وعند الواقدي أربعا وعشرين ليلة وفي الروضة للنووي خمسة عشر يوم وعند ابن سعد ستة أيام وكان طعامهم القليل من الشعير يخلط بدهم متغير الرائحة لقدمه ويطبخ فيأكلونه على الرغم من بشاعة طعمه في الحلق ورائحته المنتنة وذلك لشدة جوعهم وحتى هذا لا يجدونه أحيانا فيأكلون التمر وأحيانا لا يجدون هذا ولا ذاك لمدة ثلاثة أيام متتالية إلى الحد الذي يعصب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطنه بحجر من شدة الجوع وشارك جميع المسلمين في الحفر لا فرق بين غني وفقير ومولا وأمير وأسوتهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حمل التراب حتى اغبر بطنه ووارى التراب جلده وكان الصحابة يستعيمون به في تفتيت الصخرة التي تعترضهم ويعجزون عنها فيفتتها لهم ويردد معهم الأهازيج والأرجاز لتنشيطهم للعمل فيقول اللهم لو لا أنت ما اهتدينا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَنَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قِيْنَا إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْ عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وكان يرد بها صوت بآخرها ويرتجز المسلمون وهم يعملون نحن الذين بانعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا فيجيبهم بقوله اللهم إنهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة وربما يبدأهم بقوله فاردون عليه بقولهم من دلائل النبوة أثناء حفر الخندق أجر الله سبحانه وتعالى على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عدة معجزات أثناء حفر الخندق ومن ذلك واحد عندما لحظ جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يعانيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الجوع استأذنه وذهب إلى زوجته وأخبرها بما رأى من المخمصة على الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منها أن تصنع له طعاما فذبح أناقا له وطحنت زوجه صاعا من شهير بقي لهم وصنعت برمة وذهب جابر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام وسارره بكمية الطعام وأنه طعام يكفي لرجل أو رجلين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من كل من كان حاضرة وعددهم ألف وتحير جابر وزوجته لكن النبي صلى الله عليه وسلم بارك في البرمة فأكل منها كل الناس حتى شبعوا وتركوا فيها الكثير الذي أكل منه أهل جابر وأهدوا اثنان أخبر عن نار بن ينسل وهو يحفر معهم الخندق بأن ستقتله الفئة الباغية فقتل في صفين وكان في جيش علي ثلاثة وعندما اعترضت صخرة للصحابة وهم يحفرون ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث ضربات فتفتتت قال إثر الضربة الأولى الله أكبر أعطيت مفاتيح الشامن والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة ثم ضربها الثانية فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض ثم ضرب الثالثة وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذه الساعة وفي هذا الحديث بشارة بأن هذه المناطق سيفتحها المسلمون مستقبلا وكان موقف المؤمنين من هذه البشارة ما حكاه القرآن الكريم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وموقف المنافقين الذين سخروا من البشارة وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وصورت الآيات من الثالثة عشر إلى العشرين من سورة الأحزاب نفسية المنافقين تصويرا دقيقة وحكت أقوالهم في الإرجاف والتخذيل وأساليبهم في التهرب من العمل في حفر الخندق وجهاد العدو وعلى الرغم من تخذيل المنافقين وكلة الطعام وشدة البرد فقد تم الحفر الخندق ليكون خط دفاع مدينة ثم دمع النساء والأطفال وأصحاب الأعذار في حصن فهارع وهو لبني حارثة لأنه كان أمنع حصوم مسلمين آمذاك وكانت خطة المسلمين أن يكون ظهرهم إلى جبل سلعة داخل المدينة ووجوههم إلى الخندق الذي يحدز بينهم وبين المشرقين الذين نزلوا هرومة بين الجرف والغابة ونقني وعندما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في حال العدو وحال المسلمين ورأى ضعف المسلمين وقوة المشركين أراد أن يكسر شوكة المشركين فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيمي الأنصار فاستشارهما في الصلح الذي عرضته عليه قبل تغطفان وهو أن يعطوا ثلثة ثمار المدينة لعلم كي ينصرفوا عن كتاب المسلمين ولم يبق إلا التوكير على صحفة الصلح فقالا له لا والله ما أعطينا الدنيا من أنفسنا في الجاهلية فكيف وقد جاء الله بالإسلام وفي رواية الطبراني أنهما قال يا رسول الله أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع هواك ورأيك فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا ثمر إلا شراء أو قراء فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاوضة مع الأعراب الذين كان يمثلهم الحارث الهطفاني قائد بني مرة وفي الجانب الآخر أراد يهود بني النظير أن يجروا معهم إخوانهم يهود بني قريغة إلى نقض العهد والغدر بالمسلمين والوقوف مع الأحزاب فأوفدوا حييا بن أخطب للقيام بهذه المهمة فجاء حييا إلى كعب بن أسد القرضي وبعد حوار طويل بينهم أقنعه بنقض العهد مع المسلمين بحجة قوة الأحزاب ومقدرتهم على استئصال المسلمين وأغراه بأن يدخل معه حصنه عندما ينصرف الأحزاب بعد أداء مهمتهم وكان يوما عصيبا من الدهر ذلك اليوم الذي علم فيه المسلمون نقضى بني قريغة ما بينهم وبين المسلمين من عهد وتكمل خطورة ذلك في موقعهم الذي يمكنهم من تسديد ضربة غادرة للمسلمين من الخلف فقد كانت ديارهم في العواني إلى الجنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور لقد أته الزبير بما يدل على غدرهم ويومها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي إن لكل نبي حواري وحواري الزبير ولزيادة الحيطة والحذر والتأكد من مثل هذه الأمور الخطيرة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبي فجاءوا إلى بني قريغة وتحدثوا معهم ووجدوهم قد نكثوا العهد ومزقوا الصحيفة التي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بني سعية فإنهم جاءوا إلى المسلمين وفاء بالعهد وعاد رسل المسلمين إلى رسول صلى الله عليه وسلم بالخبر اليقين وعندما شع هذا الخبر خاف المسلمون على ذرابيهم من بني قريغة ومروا بوقت عصيب وابتلاء عظيم ونزل القرآن واصفا هذه الحالة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وهناك بتولي المؤمنون زلزلوا زلزالين شديدا فالذين جاءوهم من فوقهم هم الأحزاب وبنوا قريغة من أسفل منهم والذين ظنوا بالله الظنون هم المنافقون أما المؤمنون فقد صمدوا لهذا الامتحان واتخذوا كل الوسائل الممكنة لاجتيازها فنظموا فرقا للحراسة فكان سلمة بن أسلم الأوسي أميرا لمئة فالس وزيد بن حارثة أميرا لثلاثمائة فالس يطوفون المدينة ويكبرون لإشعال بني قريغة باليقظة حتى لا تحدثهم أنفسهم بأن يغدروا بالذرية التي في الحصوم وعندما وصلت الأحساب المدينة فوجئوا بوجود الخنق فقاموا بعدة محاولات لاقتحامه ولكنهم فشلوا لأن المسلمين كانوا ينطرونهم بوابل سهمهم كلما هموا بذلك وإذا استمر الحصار لمدة 24 ميلة وذكر ابن إسحاق وابن سعد أن بعض المشركين اقتحموا الخنق وعند ابن إسحاق منهم عمر بن عبد ود وإكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب والشاعر ابن مرداس وزال ابن سعد واحدا على هؤلاء وهو نوفل بن عبد الله وذكر أن عليا بارز عمر بن عبد ود فارس قريش وقتله وأن الزبير قتل نوفل المخزومين وأن الثلاثة الآخرين فروا إلى معسكرهم وضلت منوشات المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون القطاع طيلة مدة الحصار الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في أحداث غزوة الأحزاب ظلت منوشات المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون القطاع طيلة مدة الحصار حتى إنهم شغلوا المسلمين يوماً عن أداء صلاة العصر فصلوها بعد الغروب وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف حيث شرعت في غزوة ذي الرقاع على رأي من يرى أن ذات الرقاع كانت بعد غزوة الخندق وقتل في هذه المنرشات ثلاثة من المشركين واستشهد ستة من المسلمين منهم سعد بن معاد الذي أصيب في أكحله أرق في وسط الزراع رماه حبان بن العارقة وقد نصبت له خيمة في المسجد ليعوده رسول صلى الله عليه وسلم من قريب ثم مات بعد غزوة بني قريضة حين انتقض جرحه وكانت تقوم على تمريضه رفيدة الأسلمية وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وبني قريضة حان لا ينصرون لقد كفى الله المؤمنين القتال فهزم الأحزاب بوسيلتين الأولى تسخير الله نعيم بن مسعود خذل الأحزاب والثاني الرياح الهوجاء الباردة واحد دور نعيم بن مسعود روى ابن إسحاق والواقدي وعبد الرزاق وموسى بن وقبة أن نعيم بن مسعود الغطفاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم وعرض عليه أن يقوم بتنفيذ أي أمر يريده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنما أنت رجل واحد فينا ولكن خذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة وقبل أن يعرف إسلام نعيم أتى بني قريضة فأقنعهم بعدم الطورة مع قريش في قتال حتى يأخذوا منهم رهائم لألا يؤلوا الأدبار ويتركوهم وحدهم يواجهون وصيرهم مع المسلمين بالمدينة ثم أتى قريشا فأخبرهم أن أبني قريضة قد ندموا على ما فعلوا وأنهم قد اتفقوا سرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يختطفوا عددا من أشرف قريش وغطفان فيسلموهم لهم ليقتلهم دليلا على ندمهم وقال لهم فإن أرسلت إليكم يلتمسون منكم رهنا برجالكم فإياكم أن تسلموهم رجلا منكم ثم أتى غطفان وقال لهم مثل الذي قاله لقريش وبذلك زرع بذور الشك بينهم وأخذ كل فريق يتهم الفريق الآخر بخيانه اثنان معجزة الرياح هبت ريح هوجاء في ليلة مظلمة باردة فقلبت قدور المشركين واقتلعت خيامهم وعطفأت نيرانهم ودفنت رحالهم فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بها ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحيل وكانت هذه الريح من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين وفي ذلك يقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وروا مسلم بسنده عن حذيفة بن اليمان طرفا مما حدث في تلك الليلة الحاسمة قال حذيفة لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد ردد ذلك ثلاثا ثم قال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد ضدًا إذ دعاني باسمي أن أقوم قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته فراجعته وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءه كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائما حتى أصبحت فقال قم يا نومان وزاد بن إسحاق في روايته لهذا الخبر فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرة ولا إناء ولا بناء فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريض اللي ينظر رئ من جريسه فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جانبي فقلت له من أنت قال فلان ابن فلان ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحت بدان مقام لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنوا قريض وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل وفي رواية الحاكم والبزار فانطلقت إلى عسكرهم فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله قد تفرق الأحزاب عنه حتى إذا جلست فيهم فحسب أبو سفيان أنه دخل فيهم من غيرهم قال يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فضربت بيدي على الذي على يميني وأخذت بيده ثم ضربت بيدي على الذي عن يساري فأخذت بيده فلبثت هنيها ثم قمت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يقى إلا عصبة توقد النار قد صب الله عليه من البرد مثل الذي صب علينا ولكن نرجو من الله ما نيرجون وختم الله هذا الامتحان الرهيب بهذه النهاية السعيدة وجنب المسلمين شر القتال قال تعالى معلقا على هذه الخاتمة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمين القتال وكان الله قويا عزيزا وكانت هذه الخاتمة استجابة لضراعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أثناء محنة الحصار اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم قال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم لقد بذلت الأحزاب أقصى ما يمكنهم لاستئصار المسلمين ولكن الله ردهم خائبين وهذا يعني أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في المستقبل ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم وهذا علم من أعلام النبوة لأن الذي حدث بعد هذا هو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حكم وعبر في غزوة الخندق واحد إن حفر الخندق يدخل في مفهوم المسلمين لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فإنبغي على المسلمين اتخاذ وسائل القوة المتاحة مهما كان مصدرها لأن الحكمة ضالة المؤمن فحيثما وجدها التقطها اثنان لقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للحكام والمحكومين في العدالة والمساواة وعدم الاستئثار بالراحة يومواقف جنبا إلى جنب مع أفراد جيشه ليعمل بيده في حفر الخندق وهذه هي صفة العبودية الحقة التي تجلت في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا آخر على رأفته بالمؤمنين يوم أشاركهم في حفر الخندق ويوم أشاركهم معه في طعيم جابر ولم يستأثر به مع قلة من الصحابة وفي ضوء هذه المعاني يفهم قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عن التنث حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم أربعة إن مجموعة المعجزات الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في أحداث غزوة الأحزاب ظنت بناوشات المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون انقطاع طيلة مدة الحصار حتى إنهم شغلوا المسلمين يوما عن أداء صلاة العصر فصلوها بعد الغروب وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف حيث شرعت في غزوة ذي الرقاع على رأي من يرى أن ذات الرقاع كانت بعد غزوة الخندق وقتل في هذه المنرشات ثلاثة من المشركين واستشهد ستة من المسلمين منهم سعد بن معان الذي أصيب في أكحله أرق في وسط الزراع رماه حبان بن العارقة وقد نصبت له خيمة في المسجد ليعوده رسول صلى الله عليه وسلم من قريب ثم مات بعد غزوة بني قريضة حين انتقض جرحه وكانت تقوم على تمريضه رفيدة الأسلمية وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وبني قريضة حاميم لا ينصرون لقد كفى الله المؤمنين الغتال فهزم الأحزاب بوسيلتين الأولى تسخير الله نعيم بن مسعود ليخذر الأحزاب والثانية الرياح الهوجاء الباردة واحد دور نعيم بن مسعود روى بن إسحاق والواقدي وعبد الرزاق وموسى بن عقبة أن نعيم بن مسعود الغطفاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم وعرض عليه أن يقوم بتنفيذ أي أمر يريده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنما أنت رجل واحد فينا ولكن خذل عننا إن استطعت فإن الحرب خدعة وقبل أن يعرف إسلام نعيم أتى بني قريضة فأقنعهم بعدم الطورة مع قريش في قتال حتى يأخذوا منهم رهائم لألا يعلوا الأدبار ويتركوهم وحدهم يواجهون وصيرهم مع المسلمين بالمدينة ثم أتى قريشا فأخبرهم أن بني قريضة قد ندموا على ما فعلوا وأنهم قد اتفقوا سرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يختطفوا عددا من أشرف قريش وغطفان فيسلموهم له ليقتلهم دليلا على ندمهم وقال لهم فإن أرسلت إليكم يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فإياكم أن تسلموهم رجلا منكم ثم أتى غطفان وقال لهم مثل الذي قاله لقريش وبذلك زرع بذور الشك بينهم وأخذ كل فريق يتهم الفريق الآخر بالخيانة اثنان معجزة الرياح هبت ريح هوجاء في ليلة مظلمة باردة فقلبت قدور المشركين واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم ودفنت رحالهم فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بها ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحيل وكانت هذه الريح من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين وفي ذلك يقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرُوْهَا وكان الله بما تعملون بصيرا وروا مسلم بسنده عن حذيفة بن اليمان طرفا مما حدث في تلك الليلة الحاسمة قال حذيفة لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله وعراد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر وقد جمع بعض العلماء بين روايتين البخاري ومسلم باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد الظهر ولمن صلاها لا يصلين أحد العصر وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحة بعد طائفة فقيل للطائفة الأولى الظهر وقيل للطائفة التي بعدها العصر وكلاهما جمع لا بأس به خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أهلاف مقاتل معهم ستة وثلاثون فرساء وضرب الحصار على بني قريضة لمدة خمس وعشرين ليلة على الأرجح وضيق عليهم الخناق حتى عظم عليهم البلاء فرغبوا أخيرا في الاستسلام وقبول حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم واستشاروا في ذلك حليفهم أبا لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه فأشار إلى أن ذلك يعني الذبح وندم على هذه الإشارة فربط نفسه إلى إحدى سواري المسجد النبوي حتى قبل الله توبته وعندما نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يكل الحكم عليهم إلى واحد من رؤساء الأوس لأنهم كانوا حلفاء بني قريضة فجعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ فلما دل من المسلمين قال رسول صلى الله عليه وسلم عن الأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتلوا المقاتلتهم وتسبي ذراريهم وتقسم أموالهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله تعالى ونفذ الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الله فيهم وكانوا أربعمائة على الأرجح ولم ينجوا إلا بعضهم وهم ثلاثة لأنهم أسلموا فأحرزوا أموالهم وربما نجى ثنان آخران منهم بحصولهم على الأمان من بعض الصحابة أو لما أبدوهم من التزام بالعهد أثناء الحصار وربما نجى آخرون لا يتجاوزون عدد أفراد أسرة واحدة إذ يفهموا من رواية عند ابن إسحاق وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهب لثابت بن قيس بن الشماس ولد الزبير بن باطا القرضي فاستحياهم منه عبد الرحمن بن الزبير الذي أسلم وله صحبة ودمعت الأسرة في دار بنت الحارث النجارية ودار أسامة بن زيد وحفرت لهم الأخاديل في سوق المدينة فسيقوا إليها المجموعة تلو الأخرى لتضرب أعناقهم فيها وقتلت امرأة واحدة منهم لقتلها خلاد ابن سويد رضي الله عنه حيث ألقت عليه برحة ولم يقتل الغلمان ممن لم يبلغوا سن البلوغ ثم قسم الرسول صلى الله عليه وسلم أموالهم وذراريهم بين المسلمين مصير بعض سبيبا قريضة ذكر ابن إسحاق وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد الأنصاري بسبايا من سبايا بني قريضة إلى نجد فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا وذكر الواقدي في المغازي في شأن بيع سبايا بني قريضة قولين آخرين إضافة إلى ما ذكره ابن إسحاق والقولان هما واحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة إلى الشام بسبايا ليبيعهم ويشتري بهم سلاحا وخيلا اثنان اشترى عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما جملة من السبايا إلى آخره ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بأن ذلك كله قد حدث واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمر ابن خنافة وأسلمت وقد توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في ملك يمينه وكان ذلك باختيارها أحكام وحكم ودروس وعبر من غزوة بني قريضة واحد جواز قتل من نقض العهد ولا زالت الدول تحكم بقتل الخونة الذين يتواطؤون مع الأعداء حتى زماننا هذا اثنان جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم كما في تحكيم ابن معاذ ثلاثة مشروعية الاجتهاد في الفروع هو رفع الحرج إذا وقع الخلاف فيها فقد اجتهد الصحابة في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا لا يصلين أحد العصر أو الظهر إلا في بني قريضة ولم يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا منهم أربع أذكر النووي أن جماهير العلماء احتجوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو خيركم وغيره على استحباب القيام لأهل الفضل وليس هذا من القيام المنهية عنه وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طوال جلوسه وقد وافق النووي جماهير العلماء في هذا ثم قال القيام للقادم من أهل الفضل مستحب وقد جاء فيه أحاديث ولم يصرح في النهي عنه شد منظره وقد جمعت كل هذا كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء وأجدت فيه عما توهم النهي عنه خمسة قال الدكتور البوطي وأعلم أن هذا كله لا يتنافى مع ما صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار لأن مشروعية إكرام الفضلاء لا تستدعي السعي منهم إلى ذلك أو تعلق قلوبهم بمحبته بل إن من أبرز صفات الصالحين يكون متواضعين لأخوانهم زهادا في طلب هذا الشيء غير أن من أهم ما ينبغي أن تعلموا في هذا الصدد أن لهذا الإكرام المشروع حدودا إذا تجاوزها انقلب الأمر محرم واشترك في الإثم كل من مقترفه والساكت عليه فمن ذلك ما قد تجده في مجالس بعض المتصوفة من وقوف المريدين عليهم وهم جلوس يقف الواحد منهم أمام شيخه في انكسار وذل ومنهم ما يفعله بعضهم من السجود على ركبة الشيخ أو يده عند قدومه عليه أو ما يفعله من الحب إليه عندما يغشى المجلس فالإسلام قد شرح مناهج للتربية وحضر على المسلمين الخروج عليها وليس بعد الأسلوب النبوي في التربية من أسلوب يقرر الفصل الثاني عشر الغزوات والسرايا والبعوث والأحداث التي وقعت بين غزوة بني قريضة وغزوة الحديبية المبحث الأول سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق أبي رافع لقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعينه عليه فقد أعانى غطفان وغيرهم من مشرك العرب بالمال الكثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغبت الخزرج في قتل أبي رافع مساوة للأوس في قتل كعب بن الأشرف وذلك بعد الفرغ من بني قريضة وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات فاستأذنوه في قتله فأذن لهم ونهانوا أن يقتلوا وليدا أو امرأة فخرج من المدينة خمسة من الخزرج إلى حسن أبي رافع بخيبر من أرض الحجاز للقضاء عليه وقد أمر رسول صلى الله عليه وسلم عليه عبد الله بن عتيك فلما دنى وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم قال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق فمتلطف للبواب لعلي أدخل فأقبل حتى دنى من البواب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فدخل لأغلق فدخل فكمن فأغلق البواب الباب وعلق الأقاليد على وتد فقام ابن عتيك ففتح الباب ثم توجه إلى بيت أبي رافع وأخذ في فتح الأبواب التي توصل إليه وكلما فتح بابا أغلقه من داخل حتى انتهى إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط أياله فلم يمكنه تمييزه فنادى يا أبا رافع فقال من فأهوى بالسيف نحو الصوت فلم يغني شيئا فعاد عبد الله يناديه وفي كل مرة يغير صوته حتى استمكل منه وقتله دون أن يؤذي أحدا من ولده أو زوجته ثم خرج من البيت وكان بصره ضعيفا فوقع من فوق السلن فانخلعت رجله فعصبها بإمامته وتحامل على نفسه حتى جاء إخوانه فأخبرهم فعادوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رآهم قال أفلحت الوجوه وحدثوه بما حدث ثم قال لعبد الله أبسط رجلك فمسحها عليه السلام فكأنه لم يشتكها قط وقد اختلف أهل السير في تاريخ هذه السرية فعند الواقدي أنهم خرجوا ليلة الاثنين في السحر لأربع خلون من للحجة على رأس ستة وأربعين شهر من الهجرة وغابوا عشرة أيام وعند ابن سعد أنها في رمضان سنة ست من الهجرة وعند الطبري أنها في النصف من جمال الآخرة من السنة الثالثة الهجرية وقيل في ذي الحجة سنة خمس وقيل في سنة أربع وقيل في رجب سنة ثلاث والراجح أنه بعد الخندق وقريضة لأنه ممن ألم الأحزاب على المسلمين فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرغ من بني قريضة في منتصف ذي القعدة فتكون هذه السرية بعد هذا التاريخ بقليل وعموما فإن كل ذلك لم ترد فيه رواية صحيحة من الناحية الحديثية المبحث الثاني سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في ثلاثين راكبا لشن الغارة على القرطاء وهم بطن من بني بكر بن كلاب وذلك في العاشر من المحرم من السنة السادسة على رأس تسعة وخمسين شهرا من الهجرة فسار إليهم يكمن النهار ويسير الليل حتى دهنهم على غرة فقتلوا منهم عشرة وفر الباقوة واستاقوا الإبل والشاء ولقيهم ثمانة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة وهم في طريق عودتهم إلى المدينة فأسروه وهم لا يعرفونه فقدموا به المدينة وربطوه بسارية من زوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك قال عندي يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكل وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغدي قال له ما قال بالأمس فأجابه ثمامة بمثل ما أجاب فأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد وتلفظ بالشهادتين وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن وجهه أصبح أحب الوجوه إليه وأن دينه أصبح أحب الدين كله إليه وأن بلده أصبحت أحب البلاد كلها إليه بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه وقال إنه كان في طريقه إلى العمرة عندما أسر فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له بالعمرة فلما قدم مكة قال له قائل صبوت يا ثمامة قال لا ولكن أسلمت وأقسم أن لا يأتيهم من اليمامة حبه حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحمهم أن يكتب إلى ثمامة يخيل لهم حمل الطعام فأذن نري صلى الله عليه وسلم في ذلك فوائد من قصة ثمامة واحد قال ابن حجر وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد والمن على الأسير الكافر وتعظيم أمر العفو عن المسيء لأن ثمامة أقسم أن بغضهم قلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل وفيه الارتسال عند الإسلام وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارة إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام ولا سيما من يتبعه على إسلامه لعدد الكثير من قومه وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجنمهم والتخير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليها المبحث الثالث غزبة بني لحيان بني لحيان هم الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجيع ولما كانت ديارهم متوغلة في بلاد الحجاز إلى حدود مكة ولوجود ثارة بين المسلمين من جهة وقريش والأعراب من جهة أخرى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتوغل في البلاد القريبة من العدو الرئيس فلما وهنت عزائم الأحزاب رأى أن الوقت قد حال ليأخذ من بني لحيان فأرى أصحاب الرجيع فخرج إليهم في مئتي صحابي في ربيع الأول أو جماد الأولى سنة ست من الهجرة واترى أسلوب التعمية إذ أظهر أنه يريد الشام ثم أسرى السير حتى انتهى إلى بطن غران واد بين أونج وعسفان حيث كان مصاب أصحابه فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت به بني لحيان فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم على أحد فسار إلى عسفان فبعث فارسين إلى كراء الغمين لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب ويريهم من نفسه قوة وفي عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن الولين فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فقال المشركون قد كانوا على حال لو أصبنا منهم غرتهم ثم قالوا تأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فاميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أدم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخبروا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وقيل إن هذه أول صلاة خوف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعلماء مقال في كيفية صلاة الخوف والوقت الذي فرضت فيه فوائد من هذه الغزوة واحد مشروعية صلاة الخوف اثنان مشروعية المعاقبة بالمثل بقتال وقتل من خان وغدر ثلاثة مشروعية التورية والتعمير على العدو ليصاب منه غرة أربع مشروعية إرهاب العدو بالنزول بساحته وإظهار القوة له المبحث الرابع سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن في أربعين رجلا إلى الغمر في ربيع الأول أو الآخر من العام السابس الهجري انتهي شريط الرابع عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية وله بقية على الشريط الخامس عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الخامس عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية المبحث الرابع سرية عكاشة ابن محصن إلى الغمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن محصن في أربعين رجلا إلى الغمر في ربيع الأول أو الآخر من العام السادس الهجري فأسرعوا ونذر بهم القوم وهربوا فنزل عكاشة على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا مندا لهم على بعض ماشيتهم فوجدوا مئتي بعير فساقوها إلى المدينة المبحث الخامس سرية محمد ابن مسلمة إلى ذي القصة وفي ربيع الثاني من السنة السادسة الهجرية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة في عشرة من الصحابة إلى بني ثعلبة وعوال من ثعلبة فكمن القوم لهم حتى نام مع أصحابه فما شعروا إلا بالقوم فقتل أصحاب محمد ابن مسلمة كلهم أما هو فقد وقع جريحا فظنوه ميتا فمر رجل بالقتل فاسترجع فسمعه ابن مسلمة فتحرك له فإذا هو رجل مسلم فأطعمه وسقاه ثم حمله إلى المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحده واجدوا نعما وشاء فساقه ورجع المبحث السادس سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر سنة ست من الهجرة فسار حتى ورد الجموم من ناحية بطن نخل عن يسارها فأصابوا امرأة من مزينة يقبلها حليمة فدلتهم على محلة من محال بني سليم فأصابوا في تلك المحلة نعما وشاء وأسرع فكان فيهم زوج الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الخامس عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية المبحث الرابع سرية عكاشة ابن محصن إلى الغمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن محصن في أربعين رجلا إلى الغمر في ربيع الأول أو الآخر من العام السادس الهجري فأسرعوا ونذر بهم القوم وهربوا فنزل عكاشة على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا مندا لهم على بعض ماشيتهم فوجدوا مئتي بعير فساقوها إلى المدينة المبحث الخامس سرية محمد ابن مسلمة إلى ذي القصة وفي ربيع الثاني من السنة السادسة الهجرية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة في عشرة من الصحابة إلى بني ثعلبة وعوال من ثعلبة فكمن القوم لهم حتى نام مع أصحابه فما شعروا إلا بالقوم فقتل أصحاب محمد ابن مسلمة كلهم أما هو فقد وقع جريحا فظنوه ميتا فمر رجل بالقتل فاسترجع فسمعه ابن مسلمة فتحرك له فإذا هو رجل مسلم فأطعمه وسقاه ثم حمله إلى المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحده ووجدوا نعما وشاء فساقه ورجع المبحث السادس سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر سنة ست من الهجرة فسور حتى ورد الجموم ناحية بطن نخل عن يسارها فأصابوا امرأة من مزينة يقبلها حليمة فدلتهم على محلة من محال لبني سليم فأصابوا في تلك المحلة نعما وشاء وأسرع فكان فيهم زوج حليمة المزنية وعندما عاد زيد بما أصاب وهب الرسول صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها المبحث السابع سرية زيد بن حارثة إلى العيص بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى سنة ست من الهجرة في سبعين ومئة راكب لأترض أو ليتعرض لعير القريش بلغه أنها أقبلت من الشم فتمكنوا من أخذها وما فيها وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية وأسروا أناسا ممن كان في العير منهم أبو العاص بن الربيع وقدموا بهم إلى المدينة فاستجار أبو العاص بزوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجارته وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إجارتها ورد عليه ما أخذ منه وجاء أبو العاص إلى مكة وأدى إلى كل ذي حق حقه ثم نطق بالشهادتين وقال لهم وما منعني أن أقيم بالمدينة إلا أن خشيت أن تظن أني حليمها المزنية وعندما عاد زيد بما أصاب وهب الرسول صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها المبحث السابع سرية زيد بن حارثة إلى العيص بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى سنة ست من الهجرة في سبعين ومئة راكب يعترض أو ليتعرض لعير القريش بلغه أنها أقبلت من الشم فتمكنوا من أخذها وما فيها وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية وأسروا أناسا ممن كان في العير منهم أبو العاص بن الربيع وقدموا بهم إلى المدينة فاستجار أبو العاص بزوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجارته وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إجارتها ورد عليه ما أخذ منه وجاء أبو العاص إلى مكة وأدى إلى كل ذي حق حقه ثم نطق بالشهادتين وقال لهم وما منعني أن أقيم بالمدينة إلا أن خشيت أن تظن أني أسلمت لأن أذهب بالذي لكم ثم رجع إلى المدينة فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بذلك النكاح الأول حكم من أحداث هذه السرية واحد استدل بقصة زينب رضي الله عنها وابن الربيع على أن المرأة المسلمة إذا هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر فإن الهجرة تفرق بينه وبين زوجته إلا أن يقدم زوجها مسلما مهاجرا قبل أن تقضي عدتها فإن الهجرة في هذه الحالة لا تفرق بينهما وكذلك الحكم إذا أسلم الزوج بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة فهما على نكاحه من الأول إذا اختار ذلك ما لم تتزوج المبحث الثامن سرية زيد بن حارثة إلى الطرف بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة سنة ست من الهجرة في خمسة عشر رجلا إلى بني ثعلبة بالطرف فأصاب نعما وشاء وهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم وعاد زيد وصحبه سالمين غانمين المبحث التاسع سرية زيد بن حارثة إلى جذام من أرض حسما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة سنة ست إلى الضليع بطن من جذام لتأديبهم إذ إن رجلين منهم لقي دحية بن خليفة الكلبي وهو قادم من عند قيص الروم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ومعه تجارة له فأغارى عليه وسلبى ما معه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره قبل أن يدخل بيته والذي ثبت في الصحيح أن دحية الكلبي قد أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل في مدة صلح الحديبية كما في هذه القرى كانت في رجب سنة ست من الهجرة المبحث الحادي عشر سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان سنة ست من الهجرة دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فأقعده بين يديه وعممه بيده وقال له بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليد وبعثه إلى كلب بدومة الجندل وقال له إن استجابوا لك فتزوج ابنة مالكهم فجاءهم ومكث فيهم ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام فأسلم رئيسهم الأصبغ بن عمر الكلبي وكان نصرية نصرانية وأسلم معه خلق كثير من قومه وأقام من أقام على إعطاء الجزية وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وقدم بها المدينة وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن المبحث الثاني عشر سرية علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله بن سعد بن بكر بفدك بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم في شعبان سنة ست عندما بلغه أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر وكان معه مئة رجل فسار الليل وكمن النهار وأصب في طريقه عين فأقر له أنه بعث إلى خيبر ليعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر وعندما أمنوا هدى لهم على مكانهم فأغاروا عليهم فاستاقوا خمسمائة بعير وألف يشاه وهربت بن سعد بالضهان المبحث الثالث عشر سرية زيد بن حارثة إلى بني فزارة روى بن هشام من حديث بن إسحاق في أمر هذه السرية أن زيدا لقي بني فزارة بوادي القرى فأصيب بها ناس من أصحابه وحمل زيد جريحا من بين القتلى وبه رمق وأقسم زيد ألا يمس رأسه غسل من جنابه حتى يغزو بني فزارة ولعل هذه السرية هي سرية زيد إلى وادي القرى في رجب سنة ست كما ذكر ابن سعد فلما شفاه الله من جراحته بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة في سرية فقتلهم بوادي القرى وأصاب فيهم وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة ابن مالك بن حذيفة بن بدر وأسرت أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عجوزا عند مالك بن حذيفة بن بدر وابنت لها وعبد الله بن مسعدة فهي عن قتلهن وعن التمثيل بالقتل خاصة أن الروايتين لم تشير إلى أن أم قرفة كانت من المحاربين أو المحرضين على الحرب أما إذا ثبت أن أم قرفة كانت من المحاربين في صفوف الرجال فلا غضضت من قتلها ولكن دون التمثيل بها لقد روى مسلم وأحمد والبيهقي والطبري رواية صحيحة في خبر الجارية وأمها المشار إليهما عند أهل المغازي فعندهم أن أمير السرية إلى بني فزارة كان أبا بكر رضي الله عنه وأن الجارية التي وهبها سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فادى بها النبي صلى الله عليه وسلم أسارة من المسلمين كانوا في أيدي المشركين ولم يسموا أم هذه الجارية ولم يذكروا قتل والدتها فإذا لم تكن السريتان مختلفتين فرواية هؤلاء هي المقبولة لأنها تتمشى في متنها مع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم قتل النساء هذا إلى جانب صحتها من ناحية السند أما رواية أهل المغازي فهي مطالبة من ناحية المتن ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتل الأسرى من النساء وعدم التمثيل بالقتلى وضعيفة من ناحية السند فلا يحتج بها المبحث الرابع عشر سرية عبد الله بن رواحة إلى اليسير بن رزام اليهودي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليسير بن رزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام بن أبي الحقيق أخذ يجمع غطفان ليغزوه بهم مع اليهود فبعث إليه سرية في ثلاثين راكبا عليهم عبد الله بن رواحة وفيهم عبد الله بن أنيس فأتوه فقالوا أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلاء مع كل رجل منهم رديف من المسلمين وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار على ستة أميال من خيبر ندم اليسير أو ندم اليسير على مسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده على سيف رديفه ابن أنيس ففطن له فاقتحم به ثم ضربه بالسيف فقطع رجله وضربه اليسير بمخرش في يده من شواحط فضرب به وجه عبد الله فأمه فأمه أي جرحه في رأسه والشجة المأمومة هي التي تبلغ أم الرأس والدماء وما إلى كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله إلا رجلا واحدا أفلت على رجليه فلما قدم ابن أنيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل على شجته فلم تقح ولم تؤذه وكانت هذه السرية في شوال سنة ست من الهجرة المبحث الخامس عشر سرية كرز ابن جابر الفهري إلى العرانيين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من عكل وعرينة في شوال من العام السادس الهجري وتكلموا بالإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضر ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها ويتمسحوا بأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتنوا راع النبي وهي عن قتلهم وعن التمثيل بالقتل خاصة أن الروايتين لم تشير إلى أن أم قرفة كانت من المحاربين أو المحرضين على الحرب أما إذا ثبت أن أم قرفة كانت من المحاربين في صفوف الرجال فلا غضضت من قتلها ولكن دون التمثيل بها لقد روى مسلم وأحمد والبيهقي والطبري رواية صحيحة في خبر الجارية وأمها المشار إليهما عند أهل المغازي فعندهم أن أمير السرية إلى بني فزارة كان أبا بكر رضي الله عنه وأن الجارية التي وهبها سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فادى بها النبي صلى الله عليه وسلم أسرارا من المسلمين كانوا في أيدي المشركين ولم يسموا أم هذه الجارية ولم يذكروا قتل والدتها فإذا لم تكن السريتان مختلفتين فرواية هؤلاء هي المقبولة لأنها تتمشى في متنها مع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم قتل النساء هذا إلى جانب صحتها من ناحية السند أما رواية أهل المغازي فهي مطلبة من ناحية المتن ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتل الأسرى من النساء وعدم التمثيل بالقتل وضعيفة من ناحية السند فلا يحتج بها المبحث الرابع عشر سرية عبد الله بن رواحة إلى اليسير ابن رزام اليهودي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليسير ابن رزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام ابن أبي الحقيق أخذ يجمع غطفان ليغزوه بهم مع اليهود فبعث إليه سرية في ثلاثين راكبا عليهم عبد الله بن رواحة وفيهم عبد الله بن أنيس فأتوه فقالوا أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلاء مع كل رجل منهم رديف من المسلمين وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار على ستة أميال من خيبر ندم اليسير أو ندم اليسير على مسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده على سيف رديفه ابن أنيس ففطن له فاقتحم به ثم ضربه بالسيف فقطع رجله وضربه اليسير بمخرش في يده من شواحط فضرب به وجه عبد الله فأمه فأمه أي جرحه في رأسه والشجة المأمومة هي التي تبلغ أم الرأس والدماء وما يرى كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله إلا رجلا واحدا أفلت على رجليه فلما قدم ابن أنيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل على شجته فلم تقح ولم تؤذه وكانت هذه السرية في شوال سنة ست من الهجرة المبحث الخامس عشر سرية كرز ابن جابر الفهري إلى العرانيين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من عكل وعرينة في شوال من العام السادس الهجري وتكلموا بالإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضر ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها ويتمسحوا بأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فبعث الطلب في آثارهم فقبضوا عليهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم قال قتاده راوي الحديث بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة وقال في رواية أخرى إن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود وقال أبو قلابة في حديث هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله قال الجمهور إن الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قد نزلت في هؤلاء العرانيين وقيلت أسباب أخرى في نزولها المبحث السادس عشر سرية عمر بن أميه الضمري لقتل أبي سفيان أبدأ أبو سفيان لقومه رغبته في إرسال من يقتل محمدا فجاءه أعرابي فاتك باطش وقبل أداء المهمة فزوده أبو سفيان ببعير ونفقه وأوصاه بكتمان الأمر فجاء المدينة بعد ستة أيام لما يخشى أن تعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام لذلك استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه فأبطأوا عليه فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن لحق به من العرب وقد كشف القرآن عن حقيقة نوايا الأعراب فقال سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وقد ذكر مجاهد أن الأعراب الذين عنتهم الآية هم أعراب جهينة ومزينة وذكر الواقدي أن الأعراب الذين تشاغلوا بأموالهم وأولادهم وذراريهم هم بن البكر ومزينة وجهينة ويفهم من رواية البخاري أن المسلمين كانوا يحملون أسلحتهم مستعدادا للدفاع عن أنفسهم في حالة الاعتداء عليهم لقد اتفق خمسة من الذين كانوا في هذه الغزوة على أن عدد من خرج فيها كانوا ألفا وأربعمائة رجل ولقد صلى المسلمون وأحراموا بالعمرة عندما وصلوا إلى ذي الحليفة وقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وعددها سبعون بدنة وبعث بين يديه بصر بن سفيان الخزاعي الكعبي عينا له إلى قريش ليأتيه بخبرهم وعندما وصل المسلمون الروحاء جاءه نبأ عدو بضيقة فأرسل إليهم طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادها الأنصالي ولم يكن محرما فرأى حمارا وحشيا فحمل عليه فطعنة ورفض أصحابه أن يعينوه عليه ولكنهم أكلوا منه وهم حرم ثم شكوا في حل ذلك فعندما التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في السقية استفتوه في الأمر فأذن لأصحابه بأكل ما جاءوا به من بقية اللحم ما داموا لم يعينوا على صيده وعندما وصلوا عسفان جاءهم بسر بن سفيان الكعبي بخبر قريش فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذيطها يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا كراع الغمين فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أن يغيروا على ديار الذين ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن ديارهم فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انضوا على اسم الله وهذا كما ذكر عندما قدموا كراع الغمين مع خالد بن الوليد وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بقرب خيل المشركين منهم صلى بأصحابه صلاة الخوف بعسفان ولتفادي الاشتباك مع المشركين سلك الرسول صلى الله عليه وسلم طريقا وعره عبر ثنية المرار وهي مهبط الحديبية وقال عندما وصلها من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه مع خطة عن بني إسرائيل فكان أول من صعدها خيل بني الخزرج ثم تتام الناس وعندما أحس بتغيير المسلمين خط سيرهم رجع إلى مكة وخرجت قريش للقاء المسلمين فعسكرت ببلدح وسبق المسلمين إلى الماء هناك وعندما اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية بركت ناقته القصواء فقال الصحابة رضي الله عنهم خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قاله الذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه ثم زجرها فوثبت ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد بئر قليل الماء ما لبثوا أن نزحوه ثم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فجاش لهم بالري فارتووا جميعا وفي رواية أنه جلس على شفة البئر فدعا بماء فمض مض ومج في البئر ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معا وقعا كما ذكر ابن حجر ويؤيده ما ذكره الواقدي وعروة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمض مض في دلو وصبه في البئر ونزع سهما من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت ولخصائص قريش ومكانتها بين العرب حرس الرسول صلى الله عليه وسلم على إسلامهم وتحصر على عنادهم وخسارة أرواحها في الحروب مع المسلمين فها هو يعبر عن هذه الحسرة بقوله يا ويح قريش أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس فإن أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم مغافرون وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فماذا تظن قريش والله إني لا أزل أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يضيره الله أو تنفرد هذه السالفة بذل الرسول صلى الله عليه وسلم ما في وسعه لإفهام قريش أنه لا يريد حربا معهم وإنما يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه وهو حق للمسلمين كما هو حق لغيرهم وعندما تأكدت قريش من ذلك أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف على قوات المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا ألجئوا إليه وطمعا في صد المسلمين عن البيت بالطرق السلمية من جهة ثالثة فأته بديل بن أرقاء في رجال من خزاعة وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة وبيّنوا أن قريشا تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة فأوضح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سبب مجيئه وذكر لهم الضرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب وقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة إلى وقت معلوم حتى يتضح لهم الأمر وإن أبوا فلا منص من الحرب ولو كان في ذلك هلاكه فنقلوا ذلك إلى قريش وقالوا لهم مئة معشر قريش إنكم تعجلون على محمد إن محمدا لم يأتي لقتال وإنما جاء زائرا هذا البيت فاتهموهم وخاطبوهم بما يكرهون وقالوا وإن كان إنما جاء لذلك فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تتحدث بذلك العرب وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد هدفه من هذه الزيارة ويشهد على ذلك كل العرب ولذا أرسل إلى قريش خراش ابن أمية الخزاعي على جمله الثعلب ولكنهم عقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش لأنهم من قومه ثم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشرف قريش ما جاء له فقال عمر يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلطتي عليها ولكن أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فبعثه إليهم فنزل عثمان في حماية وجوار أبان بن سعيد بن العاص الأموي حتى أدى رسالته وأذن له بالطواف بالبيت فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لبيعة تحت شجرة سمرة فبايعوه جميعا على الموت سوى الجد بن قيس وذلك لنفاقه وفي رواية أن البيعة كانت على الصبر وفي رواية على عدم الفرار ولا تعارض في ذلك لأن المبايعة على الموت تعني الصبر عند اللقاء وعدم الفرار وكان أول من بايعه على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي فخرج الناس بعده يبايعون على بيعته فأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنتم خير أهل الأرض وقال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يده اليمنى وقال هذه يد عثمان فضرر بها على يده اليسرى وقال هذه لعثمان فنال عثمان بذلك فضل البيعة وقبل أن تتطور الأمور عاد عثمان رضي الله عنه بعد البيعة مباشرة وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان بأن الله تعالى أخبر بأنه رضي عن أصحابها في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أرسلت قريش عددا من السفراء للتفاوض مع المسلمين بعد سفارة بديل ابن ورقى فقد أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي وقبل أن يتحرك خشي أن يناله من التعنيف وسوء المقالة ما نال من سبقه فبين لهم موقفه منهم وأقر له بأنه غير متهم عندهم وذكر لهم أن الذي عرضه عليهم محمد هو خطة رشد ودعاهم إلى قبولها فوافقوا على رأيه وعندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما قال لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى أشواب من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك الوجه الثاني يبدأ حالا لازلنا مع الحديبية أرسلت قريش عددا من السفراء للتفاوض مع المسلمين بعد سفارة بديل بن ورقاء فقد أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي وقبل أن يتحرك خشي أن يناله من التعنيف وسوء المقالة ما نال من سبقه فبين لهم موقفه منهم وأقر له بأنه غير متهم عندهم وذكر لهم أن الذي عرضه عليهم محمد هو خطة رشد ودعاهم إلى قبولها فوافقوا على رأيه وعندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما قال لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك فقال له أبو بكر أنصص بضر اللات أنحن نفر عنه وندعه وكان كلما تكلم كلمة أخذ بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف فيضربه بنعل السيف ويقول أخر عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحظ عروة تعظيم الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وحبهم له وتفانيهم في طاعته فلما رجع إلى قريش قال لهم أي قومي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسر والنجاشي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظب أصحاب محمد محمدا ثم بعثوا الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش فلما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه فلما رأى الحليس الهدي يسير عليه من عرض الوادي في قلائده رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك إعظاما لما رأى وقال لقريش رأيت البدن قد خلدت وأشعرت فما أرى أن يصد عن البيت فقالوا جلس إنما أنت أعرابي لا علم لك فغضب وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم أي صد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد قالوا ما كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما مرضى به ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمر رسولا من قبل قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا لقد سهل لكم أمركم وقال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل وكانت قريش قد قالت لسهيل بن عمر إيتي محمدا فصالح ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تحدث العرب عنه أنه دخلها علينا عنوة أبدا فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم فأطال الكلام وتراجعا ثم جرى بينهم الصلح وعندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إملاء شروط الصلح على علي بن أبي طالب كاتب الصحيفة اعترض سهيل على كتابة كلمة الرحمن في البسملة وأراد بدلا عنها أن يكتب باسمك الله لأنها عبارة الجاهليين ورفض المسلمون ذلك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على اعتراض سهيل ثم اعترض سهيل على عبارة محمد رسول الله وأراد بدلا منها عبارة محمد بن عبد الله فوافقه أيضا على هذا الاعتراض وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به اعترض سهيل قائلة لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة أي قهرة ولكن ذلك في العام المقبل فنخرج عنك فتدخلها بأصحابك فأقمت فيها ثلاثا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط ثم قال سهيل وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا ردته إلينا قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلم فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمر يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد فقال سهيل والله إذا لم أصالحك على شيء أبدا وألح الرسول صلى الله عليه وسلم على سهيل أن يستثني أبا جندل فرفض على الرغم من موافقة مكرز على طلب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم مبدا من إمضاء ذلك السهيل ثم بعد هذا تم الاتفاق على بقية الشروط وهي على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض وأن بينهم عيبة مكفوفة فلا إسلال سرقة ولا إغلال خيانة وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه فتوثبت خزعه فقالوا نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده وتوثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم لقد تبرم كثير من الصحابة من معظم هذه الشروط ومن الأدلة على ذلك أن علي اعتذر عن محو كلمة رسول الله التي اعترض عليها سهل بن عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها فأراه مكانها فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب أي علي مكانها ابن عبد الله وعضبوا لشرط رد المسلمين الفارين من قريش إلى المسلمين فقالوا يا رسول الله نكتب هذا قال نعم إنه من ذهب إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا ويحكي عمر بن الخطاب مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا عند كتابة ذلك الصلح قال فأتيت نبي الله فقلت ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به قال بلى أفأخبرتك أنك تأتيه العام قال قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به وأتى عمر أبا بكر وقال له مثل ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق وقال عمر ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا ولم تطب نفس عمر إلا عندما نزل القرآن مبشرا بالفتح وعندما كان أبو جندل يستنجل بالمسلمين قائلا يا معشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضافين فرجا ومخرجا كان عمر يمشي بجنب أبي جندل يغريه بأبيه ويقرب إليه سيفه لكن أبا جندل لم يفعل فأعيد إلى المشركين وذلك لحكمة تجلت للناس فيما بعد يوم كان أبو جندل وأصحابه ساببا في إلغاء شرط رد المسلمين إلى الكفار وفي إسلام سهيل وموقفه يوم كاد أهل مكة يرتد عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم فثبتهم على الإسلام بكلام بليغ وقال سهل بن حنيف يوم صفين اتهموا رأيكم رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وعندما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينحر الهديا ويحلق رؤوسهم لم يقم منهم أحد إلى ذلك فكرر الأمر ثلاث مرات فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وحكى لها ما حدث من المسلمين فأشرت إليه بأن يبدأ هو بما يريد ففعل فقاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حلق منهم ثلاثة ولمن قصر مرة واحدة وكان عدد ما نحروه سبعين بدنة كل بدنة عن سبعة أشخاص وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ جملا لأبي جهل من غنائم بدر نحره ليغيظ بذلك المشركين ونحروا بعض الهدي في الحديبية في الحل والبعض الآخر نحره ناجية ابن جندب داخل منطقة الحرم ولا شك أن هذا التصرف من عمر وغيره من المسلمين ما هو إلا اجتهاد منهم ورغبة في إذلال المشركين ولم تتوقف قريش عن التحرش بالمسلمين واستفزازهم خلال مفاوضات كتابة الصلح وبعد كتابته وقد تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بمضبات شديد إزاء هذه الأفعال فعندما حاول ثمانون من رجال مكة مهاجمة معسكر المسلمين على غرة أسرهم المسلمون وعفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكرر المحاولة ثلاثون آخرون من قريش أثناء إبرام الصلح فأسروا وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا صراحهم وبعد إبرام الصلح حاول سبعون من المشركين استفزاز المسلمين فأسروهم وقبض سلمة بن الأكوى على أربعة من المشركين أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إبرام الصلح فعفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نزلت في ذلك الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ثم رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا عنها شهرا ونصف الشهر منها بضعة عشر يوما ويقالوا عشرين يوما مكثوها بالحديبية وفي طريق العودة تكررت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام والماء مثل ما حدث في طعام جابر يوم الخندق وتكثير ماء بئر الحديبية فقد ذكر سلمة بن الأكوع أنهم عندما أصابهم الجوع وكادوا أن يذبحوا رواحلهم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأزواد الجيش فلم يتجاوز ربضة العنز وهو أربع عشرة مئة وهم أربع عشرة مئة فأكلوا حتى شبعوا جميعا وحشوا جربهم ثم جئ له بإذاوة وضوء فيها نطفة ماء فأفرغها في قدح فتوضأ منها كل الجيش ونزلت سورة الفتح وهم في طريق العودة إنا فتحنا لك فتحا مبينة وقال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وقال عمر متعجبا أو فتحنه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فطابت نفسه ورجع وفي رواية نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح وفرح المسلمون بذلك فرحا غامرا وانجلت تلك السحابة من الغم وأدركوا قصورهم عن إدراك كل الأسباب والنتائج وأن الخير في التسليم لأمر الله ورسوله وعندما جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة لم يردها إلى أهلها عندما طلبوها لما أنزل الله في النساء إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن حتى قال سبحانه ولا هم يحلون لهن فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا يختبرهن فإن كن خرجن بسبب الإسلام استبقاهن مع دفع مغورهن لأزواجهن وكان قبل الصلح لا يعيد إليهم مهور الزوجات وهذه الآية الواردة في عدم رد المهاجرات المسلمات إلى الكفار هي التي استثنت من شرط الرد وحرمت المسلمات على المشركين ولا تمسكوا بأصم الكوافر نقول وكان قبل الصلح لا يعيد إليهم مهور الزوجات وهذه الآية الواردة في عدم رد المهاجرات المسلمات إلى الكفار هي التي استثنت من شرط الرد وحرمت المسلمات على المشركين ولا تمسكوا بأصم الكوافر المبحث الثاني فقه وحكم ودروس في غزوة الحديبية واحد عندما وجد سبب مانع من أداء المسلمين لعمرتهم التي أحرموا لها تحللوا وبذلك شرع التحلل للمعتمر وأنه لا يلزمه القضاء اثنان آذن الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه وهو محرم لأذى أصابه على أن يذبح شاة فدية أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين ونزلت الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ثلاثة آذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالصلاة في مناسك وقع تطبيقة عملية لمبدأ الشورى في الإسلام حيث استشارهم في الإغارة على ذرار المشركين الذين يساندون قريشا كما ذكرنا واستشار أم سلمة في أمر الناس عندما أبطأوا في التحلل وأخذ برأيها كما ذكرنا خمسة ويستنتج من مدة الصلح أن الحد الأعلى لمهادنة الكفار عشر سنين لأن أصل العلاقة معهم الحرب وليس الهدنة ستة جواز مصالحة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسلمة سبعة استحباب التفاؤل لقوله صلى الله عليه وسلم سهل أمركم أو سهل أمركم وذلك عندما قدم عليهم سهيل بن عمر مفاوضا ثمانية كفر من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا والصواب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما صلى بهم الصبح إثر مطر هطل ليلة تسعة جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل التوضئ بماء وضوئه صلى الله عليه وسلم وهو خاص به خلافا لآثار الصالحين من أمته عشرة السنة لمن نام عن صلاته أو نسيها أن يصليها وإن خرج وقتها وذلك لأن المسلمين ناموا عن صلاة الصبح وهم في طريق عودتهم من الحديبية ولم يوقظهم إلا حر الشمس ونام حارسهم بلال فصلوا حين استيقظوا حادي عشر في الصلح اعتراف من قريش بكيان المسلمين لأول مرة فعاملتهم معاملة ند للند ثاني عشر ذهب هيبة قريش بدليل مبادرة خزاعة الانضمام إلى حلف المسلمين دون خشية من قريش كما كان في السابق ثالث عشر أتاح الصلح للمسلمين التفرغ ليهود خيبر خاصة ويهود تيماء وفدك بصفة عامة رابع عشر أتيح للمسلمين مضاعفة جهودهم لنشر الإسلام وفي ذلك قال الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه إنما كان القتال حيث التقى الناس فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وآمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل إلا دخل فيه ولقد دخل في تينيك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وعلق ابن هشام على هذا قائل والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة في قول جابر ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف خامس عشر جاءت نتائج بعض الشروط في صالح المسلمين من ذلك أن أبا بصير عندما فر من المشركين ولجأ إلى المسلمين أرده الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم عندما طلبوه فعدى على حال سيه فقتل أحدهما وفر الآخر وعاد أبو بصير إلى المدينة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم قد والله أوفى الله ذمتك قد أردتني إليهم ثم نجاني له منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد ففهم أبو بصير نية الرسول صلى الله عليه وسلم في رده إلى المشركين فلجأ إلى سيف البحر وفهم المستضعفون المسلمون في مكة إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم مسعر حرب أو مسعر حرب لو كان له أحد ففروا من مكة ولحقوا بأبي بصير وعلى رأسهم أبو جندل وتكونت منهم عصابة أخذت تتعرض لقوافل قريش فأرسلت قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تناشده أن يعطيهم الأمان بالمدينة فأرسل إليهم وهم بناحية العيص فجاءوا وكانوا قريبا من الستين أو السبعين رجلاء سادس عشر في قصة أبي بصير وأبي جندل ورفقائهم في العيص نموذج يقتدى به في الثبات على العقيدة وبذل الجهد في نصرتها وعدم الاستكانة للطغاة الفصل الرابع عشر غزوة وسرية بين الحديبية وخيبر غزوة وسرية المبحث الأول غزوة ذيقرد أغرى عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري في جماعة من قومه غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت ترعى بذيقرد وعندما سمع سلمة بن الأكوع ما حدث صاح منذرا للناس ثم لحق بهم وأخذ يرميهم بنبله وعندما لحق به الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون وجدوه قد استنقذ اللقاح من أيديهم فرجعوا وقد أردف الرسول صلى الله عليه وسلم سلم على راحلته حتى دخلوا المدينة وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاث ليال المبحث الثاني سرية أبان بن سعيد ابن العاص بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد فقدمه وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها ولم تحدد المصادر الجهة التي صار إليها في نجد ولا نتائج هذه البعثة أو عدد الرجال الذين كانوا فيها مع أبان ابن سعيد رضي الله عنه الفصل الخامس عشر غزوة خيبر لم يبدي يهود خيبر عداء سافرا للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بن النظير عندما أجلوا عن المدينة وكما سبق وأن ذكرنا فقد كان أبرز زعماء بن النظير الذين غادروا للمدينة ونزلوا خيبر سلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب فلما نزلوها دان لهم أهلها لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمين ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام من المسلمين انتهزوها ووجدوا في قريش وبعض قبائل العرب حصان طروادة الذي سيدخلون به المدينة مرة أخرى فألبوهم ضد المسلمين ثم دروهم إلى غزوة الخندق وسعوا في إقناع بني قريضة للانضمام إليهم والغدر بالمسلمين ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة التي أنزلها المسلمون بهم عندما صرف الله الأحزاب وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية عبد الملك بن عتيك للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب يوم قريضة وهو سلام ابن أبي الحقيق فقتلوه وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الجيب الذي يشكل خطورة على أمن المسلمين وقد وعد الله المسلمين بما غانم كثيرا يأخذونها إذا هزموا يهود خيبر وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدر عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا تاريخ الغزوة ذكر ابن إسحاق أنها كانت في المحرم من السنة السابعة الهجرية وذكر الواقدي أنها كانت في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة بعد العودة من غزوة الحديبية وذهب ابن سعد إلى أنها في جماد الأولى سنة سبع وقال الإمامان الزهري ومالك إنها في المحرم من السنة السادسة وظاهر أن الخلاف بين ابن إسحاق والواقدي يسير وهو نحو الشهرين وكذلك فإن الخلاف بينهما وبين الإمامين الزهري ومالك مرجعه إلى الاختلاف في ابتداء السنة الهجرية الأولى كما سبق الإشارة إلى ذلك وقد رجح ابن حجر قول ابن إسحاق على قول الواقدي سار الجيش إلى خيبر بروح إيمانية عالية على الرغم من علمهم بمنعة حصون خيبر وشدة بأس رجالها وعتادهم الحربي وكانوا يكبرون ويهللون بأصوات مرتفعة فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا بأنفسهم قائلة إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وسلكوا طريقا بين خيبر وغطفا ليحولوا بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر لأنهم كانوا أعداء للمسلمين حاشية قال مجاهد في تفسير قوله تعالى وعجل لكم هذه يعني فتح خيبر انظر تفسير ابن كثير وقال ابن حجر وروا يونس بن بكير في المغازي يعني ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قالا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فنزلت عليه صورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه يعني خيبر وقد اختلف المفسرون في تفسير المعني بهذه الغنيمة فقال العفي عن ابن عباس إنها خيبر وقاله غيره انتهت الحاشية ونزل المسلمون بساحة يهود قبل بزوغ الفجر وقد صلوا المسلمون الفجر قرب خيبر ثم هجموا عليها بعد بزوغ الشمس وفوجئ أهلها بهم وهم في طريقهم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر خاربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وهرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون وقد حاولت غطفا نجدة حلفائهم يهود خيبر حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهلهم حسا وظنوا أن المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعوا وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر فأخذ المسلمون في افتتاح حصونهم واحدا تلو الآخر وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطا وأب النزار بمنطقة الشق وكانت هاتان المنطقتان في الشمال الشرقي من خيبر ثم حصن القموس المنيع في منطقة الكتيبة وهو حصن ابن أبي الحقيق ثم أسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلالم وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون منها حصن ناعم الذي استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن والذي استغرق فتحه عشرة أيام فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر الصديق ولم يفتح الله عليه وعندما جهد الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيدفع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له فطابت نفوس المسلمين فلما صلى الفجر في اليوم التالي دفع اللواء إلى علي ففتح الله على يديه وكان علي يشتكي من رمض في عينيه عندما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ ولقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم علي بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم وقال له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر نعم وعندما سأله علي يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهد أن لا إله إن الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وعند حصار المسلمين لهذا الحصن برز لهم سيده وبطلهم مرحب وكان سببا في استشهاد عامر بن الأكوع ثم بارزه علي فقتله مما أثر سلبيا في معنويات اليهود ومن ثم هزيمتهم وقد أبلى علي بلاء حسنا في هذه الحرب ومن دلائل ذلك روى ابن إسحاق من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي عندما دنى من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ قال الراوي أبو رافع فلقد رأيتني في نفر سبعة معي أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فلم نقلبه وروا البيهقي من طريقين مرفوعين إلى جابر رضي الله عنه قصة علي والباب ويوم خيبر ففي الطريق الأولى أن علي رضي الله عنه حمل الباب حتى صائد عليه المسلمون فافتتحوها ولم يستطع أربعون رجلا أن يحملوا هذا الباب وفي الطريق الثانية أنه اجتمع عليه سبعون رجلا فأعادوه إلى مكانه بعد أن أجهدهم انتهى الشريط الخامس عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية وله بقي على الشريط السادس عشر تحليلية